الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن شاء الله سيشارككم الليلة بما لديهم الخبرات وقبل أن أترك الميكروفون لرئيسة الجلسة المشاركة أود أن أذكر الإخوة المسلمين بأننا في مكان من دور العبادة وأذكرهم أيضا بتعلم الله تبارك وتعالى لنا بذلك في القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى أوفوا بالعهود والأجي تخص على الاتزام والمحافظة على العهود ومرة نرخى أود التأكيد على أننا في دار من دور العبادة وبيت من بيوت الله ومن ثم يجب مراعاة ذلك وعلينا أن نسيطر على مشاعرنا وعواطفنا ولا نجعلها تنآبنا بعيدا عن المرار وعلينا أن نبدل قصارى جهدنا ونمد لدعون اللازم لإنجاح هذا الحدث بقدر المستطع وشكرا على غرار الليلة الماضية أود أيضا أن أراحب بكم باسم المسيح بهذه الكنيسة في مدينة سكول والليلة سنجعل لقاءنا على غرار شكل المناظرة التي أجد في الليلة الماضية بمعنى أن المتحدث الأول سيكون السيد سالي شوبرج على أن يلقي خطابه على مدى خمسين دقيقة على أن يتلوه بعد ذلك السيد ديادات في إلقاء حديثه على مدى ستين دقيقة ويتبعه بعد ذلك السيد شوبرج للتعقيب على مدى عشر دقائق وختاما لذلك سيفتح باب المناقشة وسنطبركم فيما بعد عن طريقة إدارة جلسة الأسلة بما يحقق الفائدة العملية وأظن أننا جميعا تواقونا للتعلم والآن دعونا نرحب بالسيد سالي شوبرج فليتفضل سالي شوبرج إلى ساعت ألقد قبلت هذا التحدي حيث طلب مني الحضور للإجابة على السؤال المطروح لهذه المناظرة وهو هل المسيح الله؟ وحيث إنني لم أتخذ دور المبادرة فقد ثار تساؤل لماذا أقبل هذه الدعوة وقبولي لم يكن بسبب أي صراع مع المسلمين أو مع أي أناس آخرين من بلاد أخرى وأعتقد أنني برهنت على ذلك من خلال رصيدي في هذا الأمر حتى الآن بما يدلل على حبي للمسلمين طوال حياتي وخاصة في العام الماضي حينما وقع زلزال في إيران وعملنا جاهدين من خلال كنيستنا من أجل إرسال شحنات جوية من الأدوية للشعب الإيراني وحينما أخبرنا المسلمون عن هابلاء الذين يعانون من المجاعة في إثيوبيا وإيريتريا قمنا بإرسال الأطعمة بل وكثير من الأطعمة وجمعنا المال لمساعدتهم وقلنا إننا لا يعنينا إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين فهم إخوتنا وإخواننا في الإنسانية وما داموا في حاجة للمساعدة فنحن نود المساعدة ونفس الشيء فعلنا مع الأكراد في العراق ومع اللاجئين في صحراء الأردن وحينما وقع إعصار في بنجلاديش وخلف وراءه خمسين ألف قتيل هرعت إلى دكا ثم إلى بلدتي الشيتاجون وعملت يدا بيد مع شيخ مسلم ومع ضابط البوليس من شيتاجون عملنا مع المعرضين حياتنا للخطر من خلال التنقل بالقوارب إلى الجزر حاملين معنا الملابسة ومواد البناء والأطعمة والأدوية وكل هذا لأننا نحب المحتاجين في هذا البلد عملت مع اللاجئين المسلمين ولم نسألهم قط هل يرغبون في أن يصبحوا مسيحيين لقد كنا نقول لهم إذا كنتم لاجئين وتريدون مأوى فلدينا منازل ولدينا أموال ولدي اتصالاتي حتى مع الحكومة وسأعمل من أجل مساعدتكم للحصول على مأوى في هذا البلد هذا هو سلوكي ولم أسمع قط ولا كلمة سلية ضد الإسلام حتى ليلة الأمس فقد تحداني السيد أحمد ديذات وأعلن ذلك بكل صراحة ووضوح ودون أدنى تردد حتى كضيف حل على السويد ووصل الأمر إلى إهانته لي مع حفاظه على وجهه الضاحك وكان علي أن أجيب على بعض الأسئلة ببعض الأجوبة ومن ثم أصبح البعض منكم غضبا لقد نصحني بعض الناس بعدم المشاركة في هذا اللقاء الليلة لكن لماذا لا؟ ذلك بأنكم بالأمس أردتم قتلي هل تعلمون أن الفوليس يحقق الآن في هذا الأمر؟ وقد أخذوا السم إلى المختبر الخاص بهم لأتعرفوا على نوعية هذا السم وحتى طابق صالة الاجتماعات أصابه بعض الضرر لقد كنت أحترق وأنا على قيد الحياة وقد سمعت بعد ذلك أحدهم يقول أنهم سيحاولون أمرهم بطريقة أخرى وقد تلقينا مكالمة تليفونية في شكل تهديد لأسرتي إذا حضرت إلى هنا الليلة والآن أسأل الإخوة المسلمين ما فائدة إحداث العنف أو استخدامه في وقت مخصص للحوال حول الله الخالق هل استفاد اليهود من صلب المسيح؟ هل كان هذا عملا طيبا؟ طبعلا ألسنا في حاجة للسلام في هذا العالم؟ أليس واجبا علينا أن نتعاون من أجل الأخوة؟ ألا ينبغي علينا أن نصلي في الكنائس والمسادد كي يتحقق السلام في الشرق الأوسط؟ إننا نبارك مؤتمر السلام في مدريد لكن الله لن يستجيب لصلواتنا من أجل السلام إذا حاول أن يقتل كل من الآخر لوجود خلاف بيننا والآن أنا مستعد للموت إذا رغبتم في ذلك فساعتها سأذهب وسأعود للسماء لكنني آمل أن أظل على قيد الحياة لأن هذه الأيام أيام مثيرة وأنا عندي بعض الارتباطات خلال الأيام القادمة وأتمنى الوفاء بها كانت هذه كلمات استهلالية وأصلي لله الآب وأصلي للروح القدس عساه يظهر قوته على الإقناع وعلى خلق البرهان والدليل وأدعو لعيسى يسوع بالمجد الليلة أصلي وأدعو باسم عيسى المسيح سيدي ومخلصي آمين هل عيسى مساوي لله؟ حسنا يحصل بنا أن نجيب على تساؤل وهو ماذا كان يقصد الإنجيل حينما أعلن أن عيسى مساوي لله بود أن أقتطف من الإنجيل ذلك لأن المسلم الأمين الذي يعرف قرآنه يحترم هذا الكتاب المقدس فهؤلاء المسلمون يعرفون أن الإنجيل هو رسالة الله إلينا وذلك ما نقرأه في إنجيل يوحنى إذ يقول في الإصحاح الأول الفقرة الأولى حتى الرابعة ما يأتي في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس هذا هو الله ثم بعد ذلك يحدثنا في الفقرة الرابعة عشرة فيقول والكلمة صارت جسد وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيه ثم في الإصحاح الثامن من إنجيل يوحنى نقرأ نفس المعنى تقول أجاب يسوع الحق الحق أقول لكم لفظة معه الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن والآن هذا أمر مثير جدا فالإنجيل يعلن أن عيسى مساوي لله فعيسى لم يصبح بشرا ولذا فقد وجد في وقت نيلاده إن عيسى خالد قبل إبراهيم وإنه سيظل للأبد موجودا كمساوي لله في سفر الرسالة إلى أهل فليبيا وهو أحد الكتب القديمة الموجودة في الإنجيل والتي تنزل البركات على قلوبنا وهذه شهادة للإنجيل كتاب الله المقدس أقول في سفر الرسالة إلى أهل فليبيا الإصحاق الثاني الفقرة السادسة نقرأ الآتي يسوع الذي كان إذا كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس فهذا هو كلام الإنجيل وهذا هو ما نؤمن به واستمعوا إلى الآتي من سفر الرسالة إلى أهل كولوسي الإصحاح الأول الفقرات من الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة تقول عن عيسى الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيارات أم رئاسات أم سراطين الكل ذه وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل هذا هو عيسى كإله وفي سكر الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الأول نقرأ شيئا مشابها لذلك وهذه كلها كلمات مساعدة للغاية في الإنجيل وقد قررت أن لا أكون عاطفيا للغاية الليلة كما حدث معي في الليلة الماضية فقد كنت على ما أعتقد متوترا بعض الشيء وكانت يدهاي تعتعشان ذلك لأنها المرة الأولى في حياتي التي أخوض فيها مثل هذه التجربة أما الليلة فأنا أشعر أنني أكثر ارتياحا في هذا السفر الفقرة الثالثة نقرأ قوله عن عيسى الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلسا في يمين العظمة في الأعالي إذن عيسى مساو للرب هذه هي العقيدة المسيحية ونحن دائما نقول ذلك في هذه الكنيسة وفي كنائس مسيحية أخرى فنقول لا عظيم إلا عيسى فهو ملك الملوك ورب الأرباب إنه متطابق مع الله ومساو لخالق كل الأشياء ويقول الإنجيل إن لعيسى سلطة ألوهية أحيانا أثناء مطالعة للكتب والكتب التي ألفها أحمد دينات أددوه يقول أشياء على غرار الآتي استمعوا إلي يا أصدقائي من المسلمين أنتم لستم في حاجة لأن تقرأوا الإنجيل ما عليكم إلا أن تقرأوا كتبي لأنني أعينكم على فهم الموجود في الإنجيل لا تهتموا بقراءة الإنجيل لأنني سأورد لكم بعض المقتطفات وأنا أقول لكم لا تستمعوا لهذا إذا كنتم أناسا صادقين فارغبون في معرفة الحقيقة فاذهبوا وحصلوا لأنفسكم على نسخة من الإنجيل وساعتها ستجدون أرجوكم لا حاجة للتصفيق فأنا في حاجة لكل ثانية استمعوا إن عيسى قد أعلن نفسه إله وجعل هذا واضح ويسيرا على كل فرد أن يفهم إذا قرأ الإنجيل والذي اعتبره محمد صلى الله عليه وسلم كلمة الله وأن لا استمع إلى الفقرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين من إنجيل يوحنى في الإصحاح الخامس وجاء فيها الآتي لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للإبن شيء رائع عيسى مساوي لله منحه نفس السلطة كرام ومن ثم واجب على كل الناس أن يكرموا الإبن كما يكرمون الآب فمن لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله فإن لم تكرموا عيسى فإنكم لا تكرموا الله أيضا وبوسع أن أستمر في إعطائكم مزيدا من النصوص وكما ترون فهذا ما قاله عيسى وما أعلنه الإنجيين إنني لا أعجب حينما أستمع إلى شخص يقول حسنا إنني أؤمن بعيسى وكإنسان مسلم فإن يكون إيماني بعيسى أكثر مما يفعل بعض النصار لكن كما ترون إذا كنتم تؤمنون بأن عيسى نبيه فأنا أقتبس من نبوآته وأنتم تقولون إن هذا كذب وإن هذا افتراء وتسخرون مما فعل عيسى وما قاله إنني لا أصدق أنكم تؤمنون بعيسى ذلك لأنه إذا كان عيسى نبيه فيجب حينئذ لإيمانه بما قال ويثوق فيه وقد قال عيسى إن له سلطة ألوهية إنه مساوي لله وإنه عبر عيسى وجد كل شيء وخلق كل شيء فعيسى هو الله بمعنى قدرته على رؤية المستقبل ينبغي عليكم أن تقرؤوا ما يقوله عيسى عن المستقبل حينما تحدث عن زمننا عن عودة اليهود إلى إسرائيل وعن الصراعات الكثيرة التي ستنشأ في العالم وعن امتشار المجاعات والزلازل وعن كسوف الشمس كما حدث في سماء الكويت بعد الحرب وبعد ما سببه صدام حسين في الكويت هذا هو ما تحدث عنه عيسى بالضبط وكل هذه الأشياء الرهيبة ستقع قبل عودة المسيح حينما يظهر عظمته ثانية ويحقق السلام على وجه هذه الأرض والآن أعبر عن احترامي للإخوة والأخوات المسلمين الذين يقولون أيمكن لله أن يتخذ ولدا؟ كيف يكون له ولد؟ ثم إننا نؤمن بأن الله واحد أما أنتم يا مسيحيون فتؤمنون بإلهي وربما ثلاثة آلهة لكنني أقول لا نحن لا نؤمن بثلاثة آلهة ثم إن عيسى ليس من الله على غرار كوني أنا ابن لأبي إذا كنتم روحانيين فيجب أن تفهموا أن الله يفوق فهمنا وإدراكنا إن الله أعظم منا ذلك لأن الإنجيل يقول إن الله عظيم لدرجة أننا موجودون في وجوده كما ترون إن الله أكبر كثيرا مما نستطيع أن نفكر وعيسى جزء من كل الله وحتى السيد أحمد ديذات حينما يحدثنا عن كيف خلق الله هذا العالم كما ورد في سفر التكوين نجد أن الله قد ذكر بلفظ الجمع وهذا صحيح تماما ففي الإنجيل حينما يتحدث الله عن هذا يقول وخلقنا الإنسان على صورتنا وهكذا يتحدث الله عن نفسه بصيغة الجمع وكما ترون فالله ليس مجرد فرد واحد محدود بعرشه وقد قلت هذا بالأمس ويجب علي أن أكرره فأنت إذا دعوت الله من مسجد في مكة أو من منزل صغير خارج مدينة ستوكهولم إذا كنت سيدة من إفريقيا وتذكرت كيف صليت خينما سمعت ما أفزعك أو شعرت بالخوف من شيء ما يهددك وكنت على وشك الهرب وقد تكون الدولة التي لجأت إليها هي إسكندناديا ويومها قلت يا الله ساعدني وهذه هي معجزة الله إنه ليس فردا مفردا محدودا بعرشه إنه يستطيع أن يسمع دعاء الباكستاني والسعودي كل في بلدته وكذا بوسعه أن يستمع لصلوات شخص إفريقي وآخر إسكندنادي في نفس اللحظة يسمع كل واحد منا في نفس التوقيت وكما ترون فمنذ سنوات مضت اعتقدنا جميعا أن الحقيقة يسهل فهمها أو استيعابها لكن العلم كشف لنا أن الحقيقة تفوق فهمنا تقريبا حسب مستوى الإدراك المتاح ولنتحدث مثلا عن الغرة كثيرون قالوا إن الغرة هي أصغر وحدة في الخليقة أو في الوجود لكن علم الأحياء المجهري اكتشف الآن وجود جزئيات داخل الغرة التي ظل الناس لمئات السنين يعتقدون أنها أصغر وحدة في الكون كانوا يعتقدون أن الغرة الواحدة لا يمكن شطرها لكن بعد حين اكتشفوا أنه يمكن شطرها والآن نجد العلم وبخاصة علم الأحياء المجهري وفيما يتعلق بفزياء الغرة استطاع أن يكتشف أنه بداخل الغرة الضئيلة للغاية توجد ملايين الجزئيات وهكذا تشبه الغرة هذا الكون فهي كبيرة فيما تحويه للدرجة التي تسمح لنا أن نشبهها بالكون بأكمله بكل نجومه نعم هذا حق كل هذا موجود في الغرة الضئيلة غير المرئية ولكن كما ترون فخلق الله عظيم للغاية لا تحدد الله ولا تظن أن الله هو ذلك الذي بمقدور استيعابه ولا شيء أكثر من ذلك أتفهمون ما أقول أتعشن ذلك وكما ترون فنحن نتحدث عن عيسى وإنني أعلم أن لديكم مشكلة تقولون مثلا إن الله عظيم للغاية لدرجة أنه يستحيل تخيل ذلك لدي هنا كتيب كامل ألفه أحمد ذات وفيه يلقي بكثير من النكات ويهزأ ويسخر ولا يقدس العقيدة ويقول لنا هل الله بمثل هذا الشكل يصورونه متعبا مثل عيسى وهو يجلس ويأكل ويشرب مثله مثل عيسى هل هذا هو الله حسنا دعوني أحدثكم بأن هذه هي عظمة الله فحينما رأى الله الناس مثل اللاجئين فكر الله في الناس في أولئك الذين على شاكلة الفلسطينيين بلا مأوى بلا ملجأ يؤويهم من الحر أو البرد ومن ثم أراد الله أن يستوعب الإنسانية تماما وعليه قرر الله في غمرة حبه أن يهبط إلى مستوانا بمنتهى الحب والفهم هذا هو المعنى من أن الله يحب هذا العالم لدرجة أن يرسل لنا ابنه الأوحد وراحظوا كلمة ابنه الأوحد لتعرفوا أنه أرسل ابنه الوحيد الذي أنجبه والذي كان منذ الأزل وسيظل إلى الأبد وأنتم تسألون ما معنى ولده الذي أنجب حسن إن المعنى إنه ليس شيئا صنعه في رحم مريم لا إن الله قد أعطانا جزءا منه كي يدنوى من البشرية وبفضل عيسى إذا تم إغراءكم يتفهم الله الأمر وبفضل عيسى كان كل هذا الحب العظيم ولكن لم يقتصر الأمر على ذلك لأن عيسى لأن عيسى جاء من أجل أن ينوب عننا وهذه هي رسالة الإنجيل وكما ترون فإن فأنتم تتحملون وزرع وتقترفون ذنبه وقد سمعنا أحمد دي دات من قبل يعلن الجحيم الأبدي على بعض الناس ونحن نخشى نقمة الله علينا إذا علمنا مقدار ضعفنا ومن منا قوي لدرجة أن يجعل نفسه مؤهلا لدخول الجنة ومخاطبة الله قائلا يا الله ها أنا إنسان طيب بحق ها جاءك شخص ظل يعمل ما في وسعه لقد عملت زوجتي بطريقة لينة وأحسنت للفقير وصمت بانتظام كنت أصم منذ شروك الشمس تقريبا حتى أوروب الشمس ولم أتناول طوال هذه الفترة طعامه ولو بشكل سري ولم أشرب سرا من يستطيع أن يقول هذا لقد عشت في مناطق عدة من العالم وأعرف نفسي جيدا وكذا أعرف الناس أعرف أنه لا يوجد من بينهم من هو مؤهل لذلك إننا بحاجة إلى فضل الله ولكن كما تروا فالله ليس بمفرده في هذا العالم إنما هناك الشيطان وقد وصف الإنجيل الشيطان بأنه محرض له قوة هائلة وبوسعكم أن تروا قدر الشر الذي يسببه الشيطان في هذا العالم إن الله يريد السلام أما الشيطان فيريد الدمار الله يتمنى السعادة لكم في حياتكم لكن الشيطان يسبب الصراع والمواقف المقبضة لكم ولكن كما ترون فقد استطاع إساء أن ينوب عن البشرية لأنه خلقنا وكان بوسعه أن يموت على الصليل فحمل عنا كل خطيئتنا وأخذها على عاتقه ثم مات ولكن هنا المشكلة إنني أدري أن السيد ديباد قد يقول ما لهم هؤلاء المسيحين كيف يصدقون أن الله قد مات أي نوع من رب هذا الذي يموت حسنا أعتقد أنكم معشر المسلمين لا تفهمون معنى أن يموت سامحوني قد يبدو أنكم تضبون مني الآن حسنا كما ترون حينما مات عيسى هل تعلمون ماذا فعل؟ إن عيسى حينما مات كان هذا شبيها بالدخول من بوابة مملكة الموت والآن حينما أرد عيسى أن ينقذ البشرية أرد أن يظهر حبه فمات وكان هذا هو الجزاء الموت لكن ما زالت المشكلة قائمة وما زال الشيطان موجودا بصفته ملك الموت ثم إن أبواب الجحيم وأقعه تحت السيطرة الدمس أو ممثل الشيطان وعليه كان على عيسى أن يموت ليس فقط من أجل المعاناة لكن من أجل أن لا يهزم عيضا وعليه فقد مات عيسى لكي يدخل أبواب الجحيم ويذهب مباشرة إلى الشيطان يهزم المحرد ويأخذ بالقضيم بين يدي الشيطان ويفتح الأبواب على مصرعيها للحياة الأبدية لكل أولئك المؤمنين بعيسى ويخشون الجقيق وتم إنقاذهم من أجل السماع هذه هي رسالة عيسى وإنني أتحداكم جميعا يا من تعتقدون أنكم طيبون وصالحون في داخلكم وأنكم لستم بحاجة إلى فضل الله حسنا حاولوا أن ترتقوا للسماء بأنفسكم أما إذا أردتم الفضل فاقبلوا بعيسى وسابدوا القصارى جهده من أجلكم وإذا صدفتكم مشاكل في عائلاتكم أو شعور مع جيرانكم أو أن أحدا خدعكم وخلق لكم المشكلات وما كان بوسعكم معالجة المشكلة لماذا لا تجربوا أن تسألوا عيسى إنهم مطلع قادر لن يكلفكم الأمر شيئا حاولوا أن تصلوا اكتشفوا أنفسكم إننا قد ندخل في نقاش على مستوى فكري معين ولكن قد يجعلنا هذا نحتد ونأضر لكن الإنجيل يقول لكن الإنجيل يقول إن الله عظيم لجرجة لا تستطيع أن تفهمه لكنك تستطيع أن تجربه نعم والآن ما زال لدي الكثير لأقوله إنني أعرف أن السيد ديدات لا يروق له معجزات عيسى ويعتقد أن موسى عظم من عيسى لأن موسى كان قادرا أن يخلق من بين يديه حيا وهذا شيء مخيف لكن عيسى حينما أتى بمعجزته الأولى وهو ما كتب عنه ديدات كتيبا كاملة فقد حول الماء إلى نبيذ أو خمر ثم قلت إن عيسى جعل المسيحيين من مدمن الفحول ولكن يبدو أنك لم تذهب أبدا إلى إسرائيل حيث إنهم في إسرائيل أصبحوا خبراء في صناعة نبيذ حلو المذاق للغاية ورغم نقاوته وجماله ومذاقه فليس به ولا حتى واحد في المئة من الكحول ونحن نستخدم هذا النوع في كنائسنا لإعداد العشاء الرباني فهل تعتقد أن عيسى كان يريد أن يجعلهم سكارة؟ لا لا ولكن لماذا حينما تتحدثون عن السماء وتبشرون بالجنة لماذا يا إخواني الأعزاء حينما تتحدثون عن الجنة تقولون إننا عندما ندخل الجنة نجد أنهارا من خمر لكل المسلمين هل تعلمون لماذا أظهر عيسى مجده؟ فأوجد النبيذ من الماء وأعطاه طعما ومذاقا جميلا أثناء ذلك القران أو الاحتفال؟ بدي أبي بدي لقد اختار عيسى أن يخضر لهذا القران لأنه كان مناسبة نبوية ولأنه جاء كي يخلق الحب والسعادة بين الناس إنني أقول إن عيسى أعظم من موسى وإنما تقوله لأن موسى أعظم من عيسى لأنه قدم مثالا بالحية المخيفة أو المرعبة ولأنه أراد أن يخبر ملك مصر ألا يتبع الحية وألا يفعل كما فعل آدم وحواء حينما أذنب في جنة عدم لقد كانت هذه معجزة القضاء لأهل مصر وأعود فأقول إن عيسى أعظم من موسى ذلك لأن موسى تحدث عنه فمن يجادل في ذلك وقد حدثتنا أنت في كتبك عن النبي الذي سيأتي وعن صفاته وقلت إن هذا هو محمد فأنا أقول إنه لا يمكن أن يكون محمدا لأن موسى يذكرنا بإيسى ولكن عيسى أعظم من موسى لأن موسى نجى أهله من مصر أما عيسى فقد منح الخلاص للعالم أجمع وموسى كان مستعدا لأن يضحي بحياته من أجل قومه ومن أجل إنقاذهم لكن عيسى ضحى بحياته من أجل إنقاذ العالم كله وهكذا كما ترى لا يمكن أن يكون محمد هو النبي الذي تحدث عنه موسى لأن موسى أحب الشعب الإسرائيلي لكن القرآن يخلق العداوة تجاه الشعب الإسرائيلي وأنا أعني إنه قد يكون لكم وجهة نظركم السياسية وإذا لم تحبوا اليهود فليس بوسعي شيء في هذا لكن ليلة الأمس قرأت أحد الكتب الدينية الخاصة بكم وفيها قال شيوخ المسلمين في أكاديمية ما للبحث الديني في علوم القرآن إن اليهود ليسوا بشرا وهذا بالنسبة لي يعد عنصريا فموسى أحب إسرائيل ومحمد لم يفعل ذلك ومن ثم فمحمد لا يشابه موسى إنني أعلم أنه حينما نتحدث عن كون عيسى مساويا لله سيثير أحمد ديدات إلى الحوار الذي دار بين عيسى واليهود حينما قال عيسى إنه ابن الله ومن ثم غضب اليهود من ذلك فقال لهم عيسى بعد ذلك لا تغضبوا فجميعكم آلها ومن ثم يرى السيد ديدات أن عيسى كان له رأي مفاد إنه قال حسنا أنا واحد من بين أناس آخرين كثيرين جميعهم أيضا آلها لكن كما تروا إذا قرأت النص فسيصبح كتيبك ليس له محل من الاعتبار ولن يكون به أي شيء آخر يستحق القراءة لأنك إذا قرأت الإنجيل في العهد القديم وأنا أعتقد أنك لم تقرأ الإنجيل بكامله قط لأن في الإنجيل نقرأ الآتي في المزمور الثاني والثمانين الفقرة السادسة فيها أنا قلت إنكم آلهة وابن العلي كلكم لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون قوم يا الله إذن فبماذا يخبرهم عيسى إنه يقول لهم ساخرا إذن أنتم لا تؤمنون به وتظنون أنكم آلهة وهذا مطابق تماما للجنس البشري الذي يتكبر دائما ومن ثم يقول عيسى في المزمور الثاني والثمانين أنا قلت إنكم آلهة وابن العلي كلكم لكن مثل الناس تموتون لكن الله رب والخلود لا يموت أبدا إنه باق للأبد عموما أنا لا أعتقد أن بوسعك أن تعطيني أو تذكر لي نصا واحدا من الإنجيل من شأنه أن يزرع الشك في قلبي في ألوهية المسيح وبالأمس وبالأمس فاتني بعض من أسئلتك بسبب الوقت أما الآن فقد طلبت من مساعدي أن يدونوا كل سؤال تثيره ولن يكون بوسع أي فرد بعد هذه الخدمة أن يقول إنني لم أجب على أي سؤال أثره السيد أحمد ذات سأواجه كل سؤال وسأكون بمقدوري أن أجيب على كل سؤال وسأدافع عن عيسى كابن لله وقبل أن أنهى حديثي حيث ما زال لدي مزيد من الوقت ولكنني لن أخذ الوقت كله سأنهي حيث سبق لي أن لمست هذا الأمر من قبل واسمعوا لي وبمنتهى الأمانة قد نختلف على المستوى الفكري وأنا لا أعتقد أن كلماتي قادرة على إقناعكم وقد تغضبوا مني لكنني آمل أن نكون إخوة وإذا احتجتم لأي مساعدة فاتصلوا به وسأبرهن على أنني أخلكم وحتى ولو لم تكونوا مسيحين فسأحبكم كإخوة لي فكل منا يحب الآخر نعم يتحدثوا بالسويدية الآن كلنا نحب الآخر والآن دعوني أقول لكم الآتي إذا صدفتكم مشكلة أو صعوبة حقيقية وجربتم كل أنواع الديانات وجربتم الاستعانة بأناس حولكم وفعلتم كل ما هو ممكن في حدود قوتكم وجهدكم وما زالت تلك المشكلة القائمة امنحوا عيسى مجرد فرصة جميعكم لن تتكلفوا أي شيء ولستم بحاجة أن تحدثوا أحدا بذلك فبمقدوركم الحديث إلى عيسى بدون حتى أن تهمسوا فقط امنحوه كلمة من التفكير ذلك لأن لدينا في سفر يوحنى نجد أن يوحنى صلى بمجرد التفكير قائلا يا الله ساعدني ومن ثم فقولوا فقط يا عيسى إذا كنت موجودا وإذا كنت حيا وإذا كنت مساويا لله فرجاء ساعدني اشف بدني السقيم أنقذ زوجي من المخبرات وأنقذ مراهقي أبنائي من أن يدمروا في هذا البلد المخيف السويد نعم إنني أعلم أن السويد قد أضرت وأفسدت كثيرا من الشباب عيسى بوسعه أن يغير الحياة تماما دعوني وأكد لكم أننا قد شهدنا في هذه الكنيسة على الأقل نحو ألف شاب أتوا إلينا من المجرمين ومن مدمن المخدرات ومن المعاقرين للخمور أتوا إلى هذه الكنيسة سجدوا وقالوا يا عيسى وتم إنقالهم وهم الآن يعملون في المجتمع ويتحملون مسؤوليتهم البعض منهم تزوج وأصبحوا أناسا ناجحين في المجتمع وبجوار هذا المكان وعلى بعد قليل من هنا يسكن أناس يؤمنون بعيسى ولدينا أعلى النسب المئوية في الحالات الإيجابية التي استطعنا فيها معالجة مدمين الخمور وأمكن مساعدتهم على الإقلاء عن الخمور إن عيسى لا يدفع أي فرد لإدمان الخمور ولكن على العكس فهو ينقذ أي شخص يرغب في الخلاص من الكحوليات والآن وقد أصبحت منفعلا للغاية أعتقد أن علي أن أستريح شكراً 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 We thank We thank Pastor Stanley Shoverk for his speech and we are now pleased to welcome Ms. Achmed Didat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريمه إلا رسول قد خلت من قبل الرسول وأمه سديقة كان يأكل عن الطعام انذر كيف نبين لهم العيات ثم انذر فالنار من فكور صدق الله صدق الله الرحيم السادة رئيسة ورئيسة الجلسة الإخوة والأخوات الأعزاء قرأت عليكم الآية رقم 75 من سورة المائدة وهي سورة الخامسة في القرآن الكريم وفي الواقع فإن هذه الآية عبارة عن إجابة لبعض الروايات الخاطئة التي أدلى بها قستاني الليلة الماضية وكما ترون فقد تغير أسلوب هياجه فقد أصبح متمرسا ولو كان أحدكم حاضرا هناك بالأمس فسألحب ذلك وقد اعترف بأنه كان يرتجف وأنا لا ألومه فقد كان ممسكا بالصم بين يديه ولكن أثناء تلك الحالة قال محادثا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه أنكر نبوة عيسى وأنكر موته وبعته وقيامه أي عيسى وإنه أنكر أيضا أن عيسى هو المسيح وأنا أقول للقص لا فقد كان يتكلمه في حالة هياج شديد وما كان يتابع حديثه جيدا لأنني أثناء فترة التوقف خلال الحديث أخبرت الحاضرين أننا معشر المسلمين نؤمن بعيسى فنحن نؤمن بأن عيسى واحد من رسل الله العظام قل العزم ونحن نؤمن بمعجزة ميلاده ونحن نؤمن أنه المسيح ونؤمن أنه أحيا الموتى بإذن الله وشفى الأبرص بإذن الله هذا هو ما قلته إننا نؤمن بأنه المسيح ولم أقل محمد لم أقل إن محمدا هو المسيح لقد قلت إن عيسى هو المسيح ولا يوجد من أمة محمد ما ينكر هذا ومن ثم فإنني أود من أخي أن يراجع هذا الكلام فما زال لديه عشر دقائق متبقين أتمنى أن يعبر عما يدل عن أسفه لكن في الآية التي ثلوتها عليكم تخرر كلماتها أن المسيح ابن مريم ما هو إلا رسول سبقه كثير من الرسل وأن أمه السيدة طاهرة صديقة أي أم عيسى قد خلت من قبل الرسل الكثير من المسيحين الذين يتحدثوا قبله وأمه صديقة وأنهما كانت أمه صديقة وأنهما كانت أمه صديقة وأنهما كانا يأكلان الطعام مثل ما نفعل نحن جميعا ويريد الله سبحانه وتعالى أن ينفت الانتباه إلى أن كل من الأم والابن كانا يأكلان الطعام وذلك لأن الله يحاول أن يخبركم أن أي فرد يأكل الطعام لا يمكن أن يكون إلها أبدا ومطلقا لا يستحق العبادة وفي الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يعبدون مريم بصفتها أم الله ونصارى عامة يقولون إن عيسى هو الله ويعبدونه لكن الله سبحانه وتعالى يقول أنك إليهما كان يأكل الطعام وبعبارة أخرى إذا أنت أكلت طعاما فلا بد أن تلبي نداء الطبيعة وتصبح في حاجة للحمام وإذا لم يتوفر فستبحث عن الصخور أو العشر ليس الطبيعة فالله لا يذهب لدورات المياه ولا يبحث عن العشب أو الصخ من أجل أن يخفي حاجته الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك وتستمروا الآيات قائلة انظر إلى أي حد نجعل علومنا وآياتنا واضحة لكم كم هي واضحة ورسيطة تلك الحقائق التي نضعها أمامكم كيف اتعدوا عن الحقيقة كانت هذه الآية من سورة المائدة الواقعة في الجزء السادس ومن ثم فعيسى هو المسيح وأحد الرسل العظام أولي العزم الذين أرسلهم الله لكنه ليس إله وبعد ذلك وفي الجزء الثالث من القرآن الكريم في الآية الخامسة والأربعين من سورة آل عمران يقول الله سبحانه اسمه المسيح اسمه المسيح يترجم بالمسيح وهو ابن ماريما إذن مرة أخرى عيسى هو المسيح وهو واحد من المقربين لله وفي صغبة القريبين منه وهو ما نقوله عنه نحن وقد يقول النصرى مثلنا إنه يجلس على يمين الله ولكن نحن نفسر ذلك بأن الأمر ليس ماديا أو حسب وضعه الجغرافي إن الله سبحانه وتعالى ليس شبه الجلسان الجنس على العرش أو على كرسي العرش وإجلس ليسا المسيح إلى جنبه على جانب يديه اليمنى مثل الحليف لا لا بالطبع في الحقيقة حينما يقول الرجل الشرقي إن المرأة على يميني قد تجد بالفعل يجلس جوار يديه اليسرى لكنني في تعبيره عن موقع الأهمية أقول هذه هي رجلي أو ذراعي اليمنى سواء كنت تجلس خلفي أو أمامي وإلى جوالي وإذا كان الأمر مثل هذا الشك فنحن نقول إنه في صحبة مقربين لله إذن نحن نرضى ونقر بأن عيسى هو المسيح وأنه أحد مقربين لله فهذا ما ورد في القرآن وأنا أعططف منه وبإمكانك أن تتأكد من خلال النسخة الخاصة أما فيما تعلق بالدعائه أنه إله فكما ترون فقد أعلن القسط تحديه لي وما قلته كان عبارة عن مناشدة لإخوان المسيحيين ولكل المثقفين الذين ألتقي بهم في لقاءاتي حول العالم بأسره وفي كل مناسبة أجدوه أقول الإخوة والأخوات من فضلكم يؤدي أن تسدوني معروفة إذا كان عيسى إلهك فليتكم تأتوا لي بآية واحدة فقط مقبولة واحدة في أي مكان أو أي موضع في إنجيلكم أي نسخة من الإنجيل حيث نجد عيسى يقول إنني الله أو حيث يقول أعبدوني وأخصم بالله وحتى الليلة لو استطاع القص كان لي أن يفتح إنجيله ويخبرني قائلا تعال إلى هنا اقرأ الإصحاح الأول من إنجيل يوحن الفقرة الأولى فماذا تقول هل تقول على لساني عيسى أنا الله أعبدوني لا فماذا تقول في هذه الفقرة يقول إنجيل يوحن في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وأنا أقول لكم اسألوا علماء المسيحي من أين أتى يوحن بهذه الكلمات في ذلك العهد وقبل يوحن كان هناك فيلسوف غريقي اسمه فايل وقد كتب في فلسفة هذه الصيغة في البدء كانت الكلمة والكلمة كانت من عند الله والكلمة كانت الله وهذه العبارة نسخها يوحن في إنجيله مسمى إنجيل القديس يوحن وإنني أسأل المسيحيين المثقفين وأقول سيدي إنك تحمل الدكتورات في علم اللاكوت وكما ترى فإن كلمة الله التي وقعت لأول مرة في هذه الفقرة التي تقول في الانتي كان الكلمة والكلمة كان عند الله هل لي أن أسألك ما هي الكلمة الإغريقية الموجودة في النص لكلمة الله فأنت مبشر للنصوص الإغريقية وتعرف اللغة الإغريقية أو يجب أن تعرفها فهي أساس ديانتك ولديك مخطوطات جميعها باللغة الإغريقية مثل إنجيل ماتا وماركوس ولوقا ويوحنى و27 سفرا للعهد الجديد والمتغفرة لديك الغريقية فقط أقول ما هي الكلمة التي تعني الله في اللغة الإغريقية هل ساعتني يا سيدي؟ إلهيم لا يا سيدي فهذا بالعبرية كما ترون فالقص أصبح الآن غاضبا بسبب المفردات أو الكلمات نعم لقد غاضب وفي طريقي لأن يفقد عصاب من فضلك هو عليه أرجوكم لا تصفقوا كثيرا فلسنا في طريقنا لعرض العهد النارية هنا في هذا المكان رجاء نفتزام الهدوء والسكون أما عن الكلمة الإغريقية كثيرا تعمل الله فيا ثيوس وثيوس في اللغة الإغريقية تعني الله أما الكلمة التي لدينا في النصف هي هوثيوس وهوثيوس تعني جا جود آي جا سبقة لكلمة الله والآن حسب نظام البلاد الغربية في لغتهم نجد أنهم حينما يكون عندهم اسم عالم فإنهم يبدأون بحرف كبير وهذا خاص باسماء الأعلام مثل الله كابتال جي حرف كبير إله حرف صغير وأنا حينما أطالع الترجمة للإنجيل في لغة الإبنزية أجدكم أشرت بالله مستردين الحرف الكبير جي أما العبرية والإغريقية لا يوجد فيها حروف صغيرة أو كبيرة وكذلك في العربي ولا يوجد ما يسمى بالحروف الكبيرة لكن في النظام الغربي يوجد هذا الشيء المسمد الحروف الكبيرة ونفس تلك القروف مرة أخرى ولكن بشكل صغير أو مصرر ومثال فحينما نستخدم حرف جي بشكل كبير في كلمة جود فإننا نعني بذلك الله سبحانه وتعالى ونأتي إلى الكلمة الثانية المستخدمة في اللغة الإغريقية ومعناها الله وهي يا سيدي ثانثيوس وهذه الكلمة حينما تستخدم في اللغة الإغريقية لا تعني الله سبحانه وتعالى ولكن تعني أي إله ومن ثم إذا وردت هذه الكلمة في النص الأصل الإنجيل فلا يجب ترجمتها وكتابتها بنفس الشكل ولكن يجب أن تكتب صغير أي إله وليس إلها بعينه فوليس اسم عالم المحدد وأنا أسأل القص لماذا حينما تردوا الكلمة معنايا لمختلفين تكتبوهما بنفس الشكل فاسر لي الأمر لابد أنكم تخدعون شخصا ما ففي النص الوارد في اللغة الإنجليزية في إنجيل يحنى فقرة أولى المصحح الأول وردت كلمة جود فكتبه في المرة الأولى بحرف كبير وهذا مقبول ولا أتراض عليه ولكن حينما وردت نفس الكلمة المرة الثانية كانت في موضع اللغوي يجب كتابتها بحرف صغير لكنكم كتبتموها بنفس الشكل وبحرف كبير ومن هنا خلقتم وانشأت معنى جديدة كلمة إله هنا وردت في اللغة الإغريقية بمعنى هوفيوس في الرسالة لأهل كورانثيس إن الشيطان هو إله هذا العالم وقد كتبوها في النص الإنجليزي باستخدام الحرف الأول الصغير جي معنى حسب نظامي كان يجب على علماء من يكتبوا نفس الكلمة بحرف الجيل كبير والرامز في نفس المخطوط للشيطان لكن لا لا كما ترون فأنتم تلعبون بالمخطوطات حسب أهوائكم وتترجمونها حسب ما شئتم ثم نأتي إلى العهد القديم فنحن نجد الله سبحانه وتعالى يتحدث إلى موسى فيخبره قائلا وقد جعلتك إلها للفرعون هنا نجد كلمة إله كتبت في النص المترجم بحرف الجيل الصغير وانا أود أن نعرف لماذا فعل ذلك أود أن نعرف لماذا حينما كان الوصف للشيطان بكلمة God كتبت بالحرف الصغير وكان ينبغي أن تكتب بحرف كبير وكان وصف الله موسى بالإله أي كلمة God مستغرما حرفا صغيرا في الوقت الذي كان يجب كتبتها بحرف الجيل كبير حسب ما ورد في النص الإغريقي من أين تستقون هذا التصنيف وعلى أي أساس إن هذا ليس موجودا لا في النصوص العبرية ولا الإغريقية إن ما تكتبونه هو ما تودون أن تؤمنوا به وما ترغب أن تجعل الناس يؤمنون به إن هذه ليست ترجمة أميلة ومن ثم فأنا أقول عن كلام عيسى إن هذا ليس بكلام عيسى فماذا قال عيسى؟ عيسى يقول وأبي أعظم مني وأنا هنا أقططق من الإنجيل ثم يقول ثانية وأبي أعظم من الجميع ثم يقول وأنا بنفسي ليس بوسعي أعمل شيء ظهر أنني ما زلت أقترس يا سيدي وما كنت أقترس مؤانت كان من أسفار العبرانيين وصف الرسالة إلى فليبي هل قلت لي من هذا الفليبي وأهل غلاطيا كورنثس والسالونيكي من كل هؤلاء؟ من كل هؤلاء؟ هل هؤلاء عيسى؟ لا إنما كل هذا كلام بولوس 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 إنني أود أن أعرف ماذا قال سيدنا عيسى إنني أحبه وأحترمه وأرغب في اتباه لكنني أود أن أعرف ماذا قال عيسى امنحوني كلامه وليس كلام أي شخص آخر لا تعطوني ما فكر في هذا الشخص آخر أو ما رأى أنه المقصود أو ما ظن أنه المتضمن في الكلام إن الدين والخلاص لا يعتمداني على تأويل الناس وتفسيراتهم سواء أكنت أنا أو أي شخص آخر إنني أود أن أعرف ما قاله السيد لقد قال إن الكلام الذي تسمعونه ليس بكلامي فقد قال عيسى إن الآبا الذي أرسلني أعطاني أمرا بما ينبغي أن أقول وبما يجب أن أتحدث به فأتحدث به حينما يأمرني بذلك إذن فماذا يقول هو الحق؟ نعم ما قاله عيسى هو الحقيقة وقد يكون فهمكم لما يقوله بشكل مختلف وهما أفضل أن ألتزم به في رأيي فأنا أفضل أن أضع رقبتي على المقصرة فأحدوها كما يحل لكم لكن أظهر سلطان عيسى وأنه قال إنه إله ورب أظهر لي أن عيسى قال عبدوني إن الوقت ما زال أعمامك ما زال ذلك عشر دقائق متبقية وأنا أتحدث باللغة الإنجليزية البسيطة للغاية إنني لا أطلب إلا كلمات عيسى حيث يقول وأتمنى أن تفهموا جميعا هذه اللغة الإنجليزية البسيطة أقول حيث يقول عيسى أنا الله أعبدوني أتمنى خلال العشر دقائق القادمة التي ما زالت أمام القز أن يتمكن من أن يتلو عليه أو يبين لي الآية أو الفقرة التي يقول فيها عيسى إنني لا أعبدوني وأنا أقول إنك لن تجد هذا الدليل ذلك لأنني قد وطعت رأسي على حد المقصرة إن نجحت إذن فلن ترك فكرتان عيسى لننسى أن عيسى إله للأخضاء ودعونا نرى عيسى نرى توضعه ففي إنجلي متل الصحيح التاسع عشر فقرات سلسع عشر السلعة عشر نقرأ الآتيسي وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل تكون لي الحياة الأبدية فقال له فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله وهكذا نرىه يرفض أن تطلق عليه صالحا فكيف يعود ثانية ويسألك ما يطلب منكم أن تدعوه إلها أو ربا إن الصفة هي صفة الصلاح وقد أقول القص الصالح فيقول لي القص في طاضة لا لست بالرجل الصالح كما تظن فأنا مليء بالعيوب ونقاط الضعف وقد قد تقول أنت لي يا سيدي ذات إنك رجل صالح فأجيبك لا لا أترك هذا جربا من قضيك فأنت تعلم أنني مليء بالعيوب ونقاط الضعف إذن ففي سعين للتواضع نفعل ذلك لكن إذا كان عيسى إلها وفعل ذلك فهذا رياء نلفاء ودعاهم كذب للفضيلة فالله هو الله وإذا قال إنه إلها قبلنا بذلك لكنك تأتي وتقول لي إنه بصدته بشر له الحق في أن يقول علامة أو لماذا تدعوني صالحا فكما تعرفون في أن الصلاح الحقيقي عند الله وإنه هو الصلاح كله وهكذا بإمكانكم أن تروا أنه حتى من خلال كلماته نارد عيسى ينفع نفسه أي نوع من الألوهية وأنه إله إنه يتنصر من هذا ويمكره والآن فيما يتعلق بما قاله القصة عن إيسى إنه قال قبل إبراهيم كنت أنا وأنا أقول إن التعبير أنا استخدمه الله في العهد القديم حينما كان الناس يستفسرون عن موسى وموسى يستفسر من الله فقال له إن هؤلاء القوم قد يودون أن يعرفوا من أرسلك لذا فأنا أقول الله ولما كانوا يودون أن يعرفوا اسمه فبماذا يجيبوهم قال الله لا قل لهم أنا على ما أكون هذا بالأبرية بالضبط مثلما تود أن تعرف ألقابي أو أسمائي وكمثال بسيط حينما تسألني لا تسأل عني ولكن أفضل فقط بأنني ذي دات وقد تسأل هل أنت دكتور في العلم الدينية أو هل أنت أستاذ فأقول لك إنسك لهذا فأنا ما أنا عليه ومن ثم كان الله يقول إذا كان يهمك الأمر فخذ به وإن لم تشغل بالك فترك وعليه قال الله أنا على ما أنا أكون والآن لنعب لعيسى فنجد أن اليهود قد أثاروا غضبا فقال لهم انظروا عليكم بتدمير هذا المعبد أو الهيكل وسأعيد بناءه في خلال ثلاثة أيام فقال له اليهود يا أيها الرجل لقد استغرفت هذا المعبد ثلاثين عاما في بنائه فهل ستعيد بناءه في ثلاثة أيام ثم يقول لنا الكاتب إنهم لم يفهموا ذلك فقد كان يقصد هيكل جسمه أو جسده ونلاحظ أن عيسى لم يقدم هذا التفسير ولم يشرح المفسر لهم بل أوجد هذا التشويش في عقول اليهود ولو كان يتحدث عن نفسه لكان المفروض أن يقول ذلك وأن يقول إن القوم قد تساغوا فهمه بأنه يتحدث عن معبد أو هيكل القدس لكنه ترك الأمر عند هذا الحد بعد ذلك قالوا له أيها الرجل إنك تبلغ من العمر ثلاثين عاما فقط وأنت هكذا هل تعلم كم كان يبلغ إبراهيم من العمر؟ ومن ثم قال لهم انظر قبل إبراهيم كنت أنا فإذا كان يعني أنه نفسه كان قبل إبراهيم فليتنا نعرف كيف كان ذلك لأنك كما تعرف يا سيدي وكما تحدثنا أن عيسى المسيح قد ولد منذ عام 1991 سنة مضت وقبل هذا التاريخ لم يكن عيسى على وجهه الأرض فأين كان هو؟ أين كان هو؟ مع الأب؟ على أي تهيئة؟ هل كان هذا الرجل البالد ثلاثين عاما مع الله؟ والآن هل أرد الله أبي صغيره وحتى جعله بدرة ألقى بها في رحم أمه ثم حملته لمدة تسعة أشهر ثم وضعته بعد ذلك في هذا التاريخ المستجرة في كل لوحة تقريبا هل هذه فكرتكم عما كان عليه عيسى؟ كان مع الله يتمشى وتحدث يأكل ويستريح مع الله ويعلم أنه سيصغيره بعد ذلك فيقول له والآن انظر يا ابني ستدخل رحم مريم وتبقى فيه لمدة تسعة أشهر ثم تولد مثلك مثل أي طفل آخر وتجعل الأمة نفساء لمدة أربعين يوما هل هذه هي الفكرة؟ أنه كان مع الله؟ وكيف كان فيهاته؟ بذلك أقول أمظر وقرأ سفر أرمياء حيث نجد أن الله العظيم أخبر أرمياء قائلا فكانت كلمة الرب إلي قائلا قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقبل ما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعور وأنا أود أن أعرف كيف يمكن الإنسان أن يصير نبيا قبل أن يجذف رحم أمه لقد كان مع الله ويقول له قبل ما صورتك في البطن عرفتك ففي أي صورة كان وهكذا أقول إن فهمكم للنص غير كاف فأنتم تنظرون في كتاب اليهود والذي يشكل الإنجيل أيضا وترون أنه مليء بالاستعارات والتشبيهات الشرقية التي لن تجربوها وليس لديكم أي خلفية عن كل هذا وهكذا تطالعون نصوصا أدبية استعارية مطولة تخلق الكثير من الصعوبة في الحوار وذلك سببه أنكم تطالبون كتاب اليهود من خلال رؤية إغريقية وكما رأاه الإغريق فقد كان الإغريق والرومان الرواد في مطلعة رسالة إيسا المسيح لآبائكم وأجدادكم الإسكندنابيين والرومانين والفرنسيين والبريطانيين وغيرهم كل هؤلاء نظروا إلى كتاب اليهود من خلال منظار إغريقي كما رأاه الإغريق أنفسهم ومن هنا حدثت التضار لكنكم إذا نظرتم إلى كتاب اليهود كما يراه اليهودي فلن تجدوا مشكلة فنحن نتفهم الآن فكرة أن عيسى كان مع الله وأن أرنيا كان مع الله والآن دعوني أخبركم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مع الله وكذا دعوني أن أحدثكم أن هتلر كان مع الله فنحن جميعا مع الله نحن جميعا مع الله الخير والشرير جميعنا مع الله لكن على أي هيئة لا توجد هيئة بلاه فهل الله بلا هيئة؟ هل هو رف؟ إذن على أي هيئة تكون عندي الإجابة لا والأمر مجازي ومعناه أنه في علم الأنجل هتلر وتوجد بلادوكم ويوجد في علم كل موضع على هذه الأرض حتى القصة ستانلي موجود في علمه وكذا أحمد ذات كلنا هناك في علمه ذكر القصة أننا في الإسلام نجل الإنجيل وهذا حقيقي ولكن حينما نتحدث عن الإنجيل نقصد إنجيل عيسى أي البشرى التي أتى بها عيسى المسيح والأخضر الطير ونحن نحترم ما أتى به عيسى خاصة إذا استطعت أن تؤكد وتتحقق أن هذه هي كلمة عيسى هذا إذن هو الإنجيل إنجيل عيسى أما ما بين أيدينا اليوم فليس بإنجيل عيسى إننا نؤمن بالإنجيل وإنجيل عيسى وليس إنجيل مادة إنك حينما تقرأ أي إنجيل أي إنجيل كبير الحجم تجد فيه إنجيل مادة إنجيل ماركوس إنجيل لوقة إنجيل يوحنى فهل وجدتم فيه إنجيل عيسى؟ إننا نريد إنجيل عيسى فألخصتم عليه؟ الإجابة بالناف إنه ليس بين أيديكم وبالأمس أشرت إلى أحد الأنجيل ذي الحجم الصغير والذي أعتقد ويفترض أنه يضم الكلمات التي أعتقد بها عيسى وقد كتبت بالخط الأحمر وقد قلت إنه بناء على ذلك فإن عشر بالمئة عشر بالمئة فقط من العهد الجديد خطت باللون الأحمر وتسعون بالمئة من العهد الجديد أيضا وهو الإنجيل قد خطت بالخط الأسود وفي بعض أصفار العهد الجديد قد لا تجد موضعا للخط الأحمر في 27 سفرة لا يوجد موضعا باللون الأحمر في أي مكان وهذا يعني أن هذه الأصفار لم تلمس أو تقترب من كلمة عيسى لا تمت له بالصلة وبإمكانكم أن تأتوا بالإنجيل وأنا أوضح وأبين الأمر لكم وننتقل إلى الروايات أو العبارة التي نطق بها القس حينما قال إن عيسى أعلم نفسه رب وكل هذا مسجل عندكم إنه أعلم لذا أقول من فضلك بين وأوضح لي هذا الأمر من الإنجيل من فضلك بين لأين نجد عيسى يقول أنا الله أو حتى يقول عبدوني وإنني مستعد أن أقبل بتعميلي الليلة لو أثبت بي ذلك لا تضيع وقتي لا تضيع الوقت ثم بعد ذلك زعمت شيئا آخر فقد أظهرت لنا كتابا يفترض أنه منسوب إلي منسوب إلي وقد أظهرت الكتاب لي يا سيدي وبينته للجمهور بينته للجمهور أو الحضور وعنوان الكتاب الرب الذي لم يكن مطلقا وقد قلت إن أحمد دي ذات هو الذي ألف هذا الكتاب وأنا أقول لك هذا كاذب وافتراض فأنا لم أؤلف هذا الكتاب وأكد على عدم تأليفي هذا الكتاب فكل كتاب لأحمد دي ذات يحمل اسمي مكتوبا عليه تأليف أحمد دي ذات وليس حسب رواية أحمد دي ذات أو وفق كلام أحمد دي ذات إذن فكل كتاب أكتبه يحمل اسمي ما هذا الكتاب فليس عليه اسمي ومن ثم فهو ليس كتابي أو تأليفي أرجوكم 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 والآن هناك أشياء معينة من بينها ما قاله عن عيسى في هذا الكتاب ونعني به الإنجيل يؤمن القصة وكذا المسيحيون بأنه كلمة الله الحق إنه كلمة الله التي استوحاه الروح القدس والروح القدس هو الله لأن المسيحيين يقولون ويؤمنون بالله الآب والله الإبن والله الروح القدس فأنتم تؤمنون أن الآب رب وأن الإبن رب وأن الروح القدس رب وعليه فإذا كان الروح هو الروح القدس إذن فهو رب ثم تعالوا بنا هل إذا كان الله أوحى بالشيء هل هذا هو ما أوحى الله به ذلك الرب عيسى ودعونا نضعه بين قوسي إذا كان هو الله فهل يكون جاهلا أو غير عالم بالزمان نعم لقد كان جاهلا إذا كنتم تطلقون عليه ربه وذلك وفقا لرواية الروح القدس الذي تسمونه ربا أيضا ولطلع لما أوحى به الروح القدس في إنجيل ماركوس الإصحاح الثالث عشر الفقرة الثانية والثلاثين وقد كتب ماركوس كتب وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآن إنه هو الوحيد هكذا من خلال النص نجد أنه الوحيد الذي يعرف متى يكون يوم الآخر أو متى تحين النهاية يوم القيامة أو يوم البعض ولكما تسموه ما شئت من أسماء إذن فهو يقول أن اليوم الآخر لا يعرف أحد ولا حتى الملائكة ولا حتى هو نفسه إذن فهذه حدود المعرفة عند إلهكم أما الآب فهو الوحيد الذي يعرف وأنا أسأل كيف لا يعرف هو أي الرب المزعوم وعيس أي نوع من الآلهة هذا الإله الذي ليس لديه أي فكرة عن يوم القيامة ثم من يشهد بذلك الروح القدس ولو كان الروح القدس كما يقول تقولون ربا كذلك فهو يشهد أن هذا أي عيسى الإبن وهو رب لا يعرف فكيف يمكن أن يكون ربا إن المعرفة هي جزء من صفات الله فهو يعرف كل شيء يعرف قوانا الداخلية أو الكامنة يعرف مشاعرنا وأحاسيسنا إنه يدرب كل شيء حتى نوازعنا ونوايانا إنه يعرف كل شيء لكن هذا الرب وأنا أضع الكلام بين القوسين أقول هذا الرب الذي هو الروح القدس يوحي بما كتبه ماركوس فأقول إنه لا يعرف أي شيء عن اليوم ثم نأتي لشيء جديد آخر فهذا الرب الذي هو عيسى ونضعه بين القوسين يتعرض للإغراء والإغواء من قبل جميع الأشياء مثلي ومثلي بل قد أبويا فعلا ونأخذ مثلا من سفر العبراني الإصطح الرابع الففرة الخمسة عشر وفيها لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرتي لضعفائنا بل مجرب أي عيسى في كل شيء مثلنا بلا خطيئة إذن فعيسى يغوى وله نفس نقاط الضعف التي لدينا والتي تغوي أي أحد ثم نطالع شيئا مثيرا في رسالة يعقوب الصح الأول الفقرة الثانية عشر حيث يقول لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من خبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد وهكذا نجد نفس الرب أو نفس الروح القدس يوحي ليعقوب أن يكتب وانظروا إن الله لا يمكن أن يغوى أو يجرب فهو غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد هو لا يجرب أو لا يغوي فقط ولكنه لا يجرب أو يغوي أحد ثم نعود مرة أخرى ونقرأ الآتي إن الشيطان قد أغوى الله ويقصد نبيه عيسى فسنده به نقو سيد فكما يقول النصر وكما يقول القسف فعيسى في رعيمه والله ومن ثم فقد أغوى الشيطان الله عيسى لمدة أربعين يوما وقاده الروح في الحال إلى البرية وظل هناك لمدة أربعين يوما في البرية إذن فهذا إغواء الشيطان وقد أغواه الشيطان لمدة أربعين يوما أي إنه الساخر منه لمدة أربعين يوما ممن؟ من الله الشيطان يسخر من الله أو الرب يا قوم هذه ليست من صفات الله ولا يمكن أن تعزله هذه الأمور فالله لا يمكن أن يقال عنه إن الشيطان قد أغوى ثم يقولون ثانية وهذا الرب هذا إذا كان ربا تعلم من التجربة إذن فقد مر بتجربة مثلي ومثلك وتعلمون أن الناس يقولون على المرء هذا رجل حكيم إذا كان يتعلم من التجربة لكن الرجل الأكثر حكم ذلك الذي بوسعي أن يتعلم من تجارب الآخرين فحينما يجعل الآخرون أنفسهم أمثولة لذا يجب أن نستخلص درسا من هذا وهو أن لا نفعل نفس الخطأ لكن المسيح يسا لا تتعلى ودي فرصة وذلك وفقا لما جاء في كتاب الإبرانيين الإصحاح الخامس الفقة الثامنة وفيه نقرة تعلم تعلم الطاعة مما تألم به إذن فهو يتعلم من آلامه بمعنى أنه يخطئ ويحترق بنار هذا الخطأ فيتعلم منه ثم يخطئ ثانية فيصيبه الآلام فيتعلم منه إذن فهو يتعلم من خلال الأشياء التي يتعلم منها وهذه ليست من صفات أو طبيعة الله ثم ننتقل للذكرة الأخرى وهي أن الله جاهل أو غير عليم بالفصول ودعونا نضع كلمة الله هنا بين قصة ونقرأ النص الآتي من إنجيل ماركوس الأصحاح الحادي عشر الفقرات الثانية عشر الثلاثة عشر وذلك لأدالل على ما أقول قد جاء فيها وفي الغد لم أخرج من بيته أين يا جاء؟ أين جاء عيسى؟ هل لكم أن تتصوروا هذا؟ رب جائع والله إني لا أسخر من عيسى فكما ترون حينما تقولون إن هذه هي صفات الله وحاولوا أنا فقط أن ألفت الانتباه إن الله لا يكون جائعا آبدا إنه لا يجوع مطلقا إنه يطعمكم لكن الرب لا أحد يطعمه فهو ليس بحاجة للأكل للسمك إلى خير كل هذا ليس نظاما لله إذن فالرب هنا كالجائعا ولنكمل نصفا إذ يقول فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاءه نعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورق قال لي أنه لم يكن وقت تين بمعنى أن هذا الوقت لم يكن موسم التين وأنا يا سادة لا أعرف ما هي الفواكه التي تم هنا في الموسم ونقل في الصيف مثلا لكن استمعوا إليه نفرض أنكم عرفتمه لفاكهة عندكم كالبرقور ونفترض أني حضرت وطلبتها بعينها ساعتها ستقولون يا سيدي ذات إننا بمنتصف الشتاء وهذه لا تنمو ولا تزرع في الشتاء إنما تنمو في مايو ومن ثانب فلو أتيت بيونيو أو يوليو في الصيف ستجد هذه الفاكهة وهكذا كما ترون يمكن أن يحدث نفس الخطأ لو تحدثنا عن جنوب إفريقيا تحدث عن جمال فواكه تأتي وتقول في موسم ليس للفاكهة إنني أريد هذه الفاكهة فأقول لك ساعتها حسنا هذه الفاكهة تستطيع أن تجدها في الشتاء وتحديدا في ديسمبر إذن لو أتيت أنت في شريونيو أو يوليو وطلبت ذلك فلن يلومك أحد لعدم معرفته لكن الله يجب أن يكون علما بما يزرع وما لا يزرع وإلا لما استحق أن يكون ربا فأنت يا أبيس لو كان عندكم بعض معلومات العامة عن بلدك لا علمت ما يزرع في موسم وإذا لم يكن الموسم مناسبا فليس ذاك الحق أن تتوقع الفاكهة تدري لماذا؟ لأن ما تسميه أبوك أو الآبل هو الذي صنع ذلك الله هو الذي صنع أو خلق شجرة الفاكهة وهو الذي أنشأ القانون الخاص بجعلها تؤتي ثمرا إذن فلا يفق لك أن تتوقع وجود ثمرا في غير موسمها لأنك جائع ومجرد أن تفقد ما تريد ولا تجد الفاكهة تلعن السويديين لا لشيء لا لشيء إلا لأنهم لم يخرقوا قانون الله يجب أن يموتوا لن فشلوا بتحقيق شيء رغم أن الله الذي سنى إن قانون أباك ما تسميه أن هذا عجيب أي ذلك الشائن إنه عمل أخرى ومن ثم فالله لا يأتي بهذه الأفعال وحتى الناس العديون بعضهم لا يفعل لهم ومن ثم فلست قدر أن أتصور عن سيدنا عيسى وإن يدمر مصنع لأنه لم يأتي بثمرة في غير موسمة لا أتصور هذا ولا أستطيع أن أقبرني ومن ثم فإذا قلتم لي كلام الله وكلام عيسى فأسجبكم لا هذا كلام شخص آخر سأفهمه الله العظيم إذا كان ربا عيسى يقول إنه بلا قوة على أي شيء هو يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا هل تعرفون معنى لا شيء؟ لا شيء لا يستطيع فعل شيء ثم نأتي لشيء آخر مناطق حيث إن كلاما على لسان عيسى يقول كل السلطة أعطيت لي أعطيت له كما أعطي أنا توكيلا أتفيضا للتصرف فبإمكانك أن تفعل ما أفعله التصرف بالباية في ممتلكاتي إذا كنت وكيلا عني يقول أعطيت لي كل سلطات إنها ليست لي أعطيت لي تنتمي إلى الله بوسعي أن يخذها ومنحها لآخر هذا شأنه وذلك ملكه بعد ذلك سأمنحك الشيء لو تذكرت ولكن بوسعك أن تكسب أي امتحان في الإنجيل وهذا الشيء عبارة عن أقصر جملة في الإنجيل نعم أقصر جملة حيث إنها مكونة من كلمتين فقط تذكر ذلك لو تذكرتها جيدا لأن كانت تكسب امتحانا أو مسابقة والعنوان هو تلك الجملة وهو الرب الباكي ودعونا أن يضع كلمة الرب بين أبواس نعم الرب الذي يأصرخ هل بسعك ما تخيل الله والرب يأصرخ مثل طفل صغير إن هذا وما أقرأ في إنجيل يوحانا للصاحل الحادي عشر فقر الخامسة وثلاثين يا سيدي وفيها نقرة بكى عيسى هذا كل شيء نعم لقد بكى ما أدري هل لازال القصة يستمع إليه عيسى بكى هذا كل شيء نعم لقد بكى هل تعرفون ما يرى المناسبة لذلك لقد مات صديقه عازر عازر أعود وأقول كما سترون فمعجزة عيسى ليست أنه حول الماء إلى خم وبالمناسبة لقد ذكر القصة فرية أخرى ضدي حينما دعا أنني قلت أن موسى عظم من عيسى هذه كذبة أخرى وأود منك أن تبرني وتدلل أني قلت هذا الكلام إن موسى أعظم من عيسى وتذكروا تلك الكلمات جيدا ما قاله القصة على لساني بأننا قلت إن موسى أعظم من عيسى تذكروها تذكروها هذا ما قلت وأنت أسي وأنا أعلم أنه لم يخطر على بالي مطلقا مثل هذه الفكرة وأنني سأتحدث بمثل هذه الطريقة إذن لنعود لمعجزة عيسى الكبرى والتي يجب أن نقرى بها جميعا وهي أحياؤه للميت فهذه من الصفات المميزة لله والله وحده هو القادر على منح الحياة وقبضها ومن ثم فالمسيحيون يقولون أهو عيسى قد أعاد الحياة للميت فأقول لهم هل قال عيسى ذلك هل قال إنه أحيى الميت لا إن هذا هو فهمكم أنتم لني أقول إنه لم يحيي الميت نعم لم يحيي الميت وقرأوا إنجيل يحنى حينما مات عازى صديق عيسى ذهب عيسى للقرية وقبل هناك مارثة أخت ماريا من أخرى وهناك قالوا له يا سيدي لو كنت هنا لكان بإمكانك أن تنقذ أخانا من الموت فأنت بوسعك أن تشفي أناس آخرين وبإمكانك مساعدتهم فلماذا لم تنقذ أخانا من الموت وهنا قال لهم عيسى وحتى الآن إذا كان عندكم إيمان فسترون عظمة الله إذن أين وضعوا الميت لقد أخذوا عيسى إلى موت وإن تركوا عزر فيه ولم يكن لحظة لكنه كان مشهدا على وجه الأرض ولم يكن قبرا أو لحظا في باطن الأرض إذن فقد قادوا عيسى لهذا المكان وفي الطريق كان عيسى يتأوى نعم هذا هو ما قاله إنجيلكم يا سيدي إنه يتأوى الروح يتأوى هو يتوجع ما هذا كما ترى حينما نبكي بحرقة وننطق بكلمات غير مفهومة وغير مسموعة للآخرين من حولنا فذلك هو النحي نعم وقته يكون الإنسان منتاحبا وفي الواقع فإن المرأة في ذلك الأخضاء يتوجه بقلبه نحو الله وهكذا كان عيسى يقول يا ربي يا أبتاه أنت تعرف صديقي عظم قد مات هنا هل لا أعطى إليه الحياة الآن لقد كان ينتحب إلى رب لكن الناس من حوله كانوا غير قادرين على سماع ما يقول وحقيقة ولذا فقد قالوا لقد كان يتأوى هو أو ينتاحت لكنه لم يكن يتأوى هو لا ينتحب ولكنه كان يصلي وقبل أن يصل إلى القبر وقف هناك وقال أيها الآب أشكرك لي أنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني وهكذا يقول وإيسى إن كل شيء من الله أن الله يسمع ما يقوله ويجيبه لما يطلب لكن بسبب هؤلاء القوم الواقفين أمامه هؤلاء البشر السدج والصطحيين بسبب هؤلاء قال ما قاله لقد أراد أن يفعل أو يأتي بعمل من شهية يثبت لهؤلاء القوم أنه مرسل من عند الله وأنه ليس إلها يحيي الميت علاوة على ذلك فقد أراد إيسى بهذا العمل أن يؤكد لهم أن الله قد أرسله ويقول إيسى وهذا هو السبب في أنني قلت ما قلت وبعد ذلك قال صرخ بصوت عظيم لعازر الأم خارجه فخرج الميت إذن فقد خرج عازر بعد ثلاثة أيام من دفنه في قابل فقال الحمد لله إذن فقد حمد الله أين إذن نجد عيسى يقول إنه أحيى عازر إنه يخبركم أقول انظروا أنا لا أريد هؤلاء القوم يسيء فهمي لكن ما حدث الآن هو وقوع سوء الفهم هذا آلاف الملايين من المسيحيين في العالم أساءوا فهم ما قالوا عيسى وهكذا يقولون إن عيسى يوحي الميت ولم يقل عيسى هذا إنما هو الله يعمل من خلاله ولدينا بوتروس أعظم حواري عيسى الذي اختاره عيسى وقال عنه بوتروس إنه أعطي مفتاح السماوات وقال عنه عيسى يا بوتروس إرعى قطيعي وآطى مغانمي يقصد أسباعه وبوتروس هذا في كتاب عمل الرسل يكون متحدثا اليهود في سفر عمل الرسل الصحي الثاني الفقرة الثانية ورشين وفيها أيها رجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرنا لكم من قبل الله بقوة وعجائد وآيات صنعها الله بيابه وأنا أسأل من صنعها؟ خبروني هل يكذب بوتروس؟ وهل يكذب الروح القدس الذي أوحى إليه بهذا؟ وآيات صنعها الله بياده؟ من صنعها؟ إنه الله القوة الموجودة هناك فما عليك إذا لم تضغط على زر الطاقة أو القوة حتى تأتي إليك فأنت مثلا لا تأتي بالكهرباء لا تأتي بالكهرباء لكنها تأتيك من مركز القوة على غرار هذا المثال تحدث عيسى مطر وصلى وحصل على ما طلب من الله أما عيسى لو كان ربه فقد وصف بأنه ماذا أقول؟ قد وصف بأنه رب نائم والله لا ينام فالقرآن يقول لا تأهده السنة ولا نوم لكن هذا الله أو الرب بين القوسي ذلك إذا كان فعلا ربا ولن أقرأ عليكم من سفر جيل متى لإصحاح الثامن فقر 24 وفيه يقول وكان هو نائما ما هذا الرب نائم؟ هل ينام الرب؟ ثم نقرأ في لوقف الإصحاح الثامن الفقرة الثالثة الرشيل آتي وفيما هم سائرون نام هل هذا معقول؟ نام الرب ثم نقرأ أيضا في إنجيل ماركوس الصحر الرب الفقرة الثامنة والثلاثين وكان هو أي عيسى في المؤخرة على وسادة نائما من؟ الله؟ هل هذا هو الله؟ أرجوكم أجيبوني والآن أقرأ عليكم هذا العنوان وأسميته الرب الضمآن على أن نطع ضغطة الرب هنا على متى تنصيس هذا إذا كان عيسى إلان أو ربه يقول عيسى أنا ضمآن هل تعرفون معنى قول إيسى لهذه العباء؟ معنىه إن الرب ضمآن فهل يقول أنا ضمآن؟ لذا فأنا عطشان أنا أشرب فهل هذه هي صفات الله؟ أنا بعطشان أنا أعطش الله المرهق أو المتعب دعنا قوسين كان ربا ونقرأ ما يقوله على هذه الصفة في إنجيل يحنن صحر الرابع فقرة السادسة فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس على هكذا على البير يوحنا الفقرة السادسة الرب الحزين بين علامتين نقرأ في متى رسحة 16 فقرة 37 ثم أخذ معه البطرس وابناء زبدة وابتدأ يا إيسى يحزن ويكتائل ثم قال فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى لموت 26 38 الرب المتأوه سبق معالجتها وتناولها والآن فيما يتعلق بالنبوآت فكما ترون هذه نقطة من نقاط الحوار النبوآت نجد أن أي شخص أو أي إنسان يتعلق بالآمل ينتظر قضو مع إيسى في أي وقت في أي وقتين الآن وهذا يشهد بالأسلوب الرائع الذي يتبعونه فكما تعرفون وتعلمون أن المسيحين لا يبنون الكنائس أو شهدون المدرس أو المستشفيات فهم يعرفون مهمتهم جيدا وهذا يكفي هل تعملون لماذا ذلك لأنهم لا يحبون رؤية المزارة في جنوب إفريقيا فلا حقول ولا مباني ولا شيء قدمون ذا فائدة إنهم فقط يستيجون الجهد ويسمونها مملكة الجهد أما أسلوب الرائع والمحنج أسلوبهم قائم على فكرة أن أيسى قادم في أي لاخظة في أي ناس هؤلاء إنهم نوع من الخابل والجنون لكن هذا الخابل الجنون ينتد لألفين عاما قائم على ما أقرأ لكم من إنجيل ماركوس الصحف 13 للفقرات 26 و27 وحينئذ يبصرون ابن الإنسان أي عيسى آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد فأرسل حينئذ ملائكته أي عيسى في سحاب يرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريهما الأربع رياح من أقصى الأرض إلى أقصى السماء ثم ننتقل إلى الفقر الثلاثين الحق أقول لكم لا يوضي هذا الجيل حتى يكون كل هذا قد وقع هذا الجيل الجيل الذي نتحدث عنه كل هذا يكون قد وقع ماذا فهم ناس من هذا الكلام ماذا فهموا بالطبط مقيل ومن ثم فما زالوا ينتظرون ففي كل مرة يرون سحاب يقولون إذن فعيسى سوف يأتي وهكذا وما زال ناس ينتظرون طوالي ألفين سنة ورحوا يتخيلون ورسمون بعض التواريخ لهذا الأمر عام 14 سيأتي المسيح ثم عام 18 سيأتي المسيح وتمضي العام ولم يأتي وتمضي حوالي ألف عام وكل ذلك بسبب سوء فهم الكلمة أي وقت فيتعني أي لحظة ونكمل معنا من خلال باقي النص في الفقرة الواحدة والثلاثين وقد قال فيها السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول ثم يجعلوا متى الأمر أكثر وضوحا للصحل العاشر فقرة الثلاثة عشرين ومتى طردوكم يقصد أتباع المسيح في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى فإني الحق أقول لكم لا تكلمون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان وهكذا نجد أن أتباع المسيح هربوا وطردوا وانقضوا حتى الآن نحو ألف عام ولم تتحقق الأمال زائفة في أي وقت وانتقل من مدينة لأخرى ثم لغيرها والأمل طائم أن عيسى سيكون هنا وراح الناس وانتقلون عبر كل المدن وماتوا وتحللت عظامهم في القبر والمئة إيسى بعد لكن العواطف والأحاسيس ما زالت قائمة فالعمل قائم على بيع فكرة مجنونة من أجل ترويج بضاعاتهم وهذا ما يؤدي فيما بعد لما نراه من قوائم الانتحار في أمريكا نعم لقد قام أحد الكانون بالجريم ودع جيم جونس بارتكاب جريمة الانتحار دفع تسعمائة وأحد عشر من أدباع ذا المئة في المئة من أدباع إلى ارتكاب الانتحار عن طريق احتساء عصير الليمون نعم المشبع بالسيانايد القاتل لقد جعلهم جميعاً أشربونا منه هل تدخلون هذا؟ هل تدخلون إلي أحد يتم استعمال العطيفة؟ أو الاسترسال مع العطيفة؟ إنها قادرة على جعل المرء يفقد كل شيء في انتظار ما يسمونه أي وقت وأي لحظة لكن مضى ألف عام والعودة موعودة لم تحدث بعد أعتقد بعد كل هذا أصبح من العبثي أن تعتقد أن المسيح عيسر أما عيسى كبشر كإنسان نحن نحب ونحتارن لكن حينما نقول عنه رب فيجب أن يكون متصفاً بصفات الرب أو الإله فما هو الرب وما هو الله أنه خالق السماوات والأرض فهل خلق شيئاً؟ لا وبالطبع سوف تجيبون أنتم بنفي أيضاً إذن هل قال عيسى شيئاً من هذا القبيل؟ هل قال أنا خلقت السماوات والأرض؟ لا لم يقل هذا لذلك أقول لكم إذا كان عيسى رباً فما هي حرفاته؟ ماذا كانت حرفاته أو مهناته؟ أقصد حينما كان هذا الرب عيسى في عمر الثلاثين أو الثلاث والثلاثين ماذا كانت حرفاته؟ الإجابة نجدها في إنجيل مالكس الصحاح السادس فقرة ثالثة أليس هذا هو النجار ابن ماريم وفي إنجيل مالكس الصحاح الثلاث عشر الفقرة الخمسة والخمسين أليس هذا ابن النجار؟ وهكذا نجد أن عيسى نجار ثم هو أيضاً ابن النجار وهذا يا إخوان لا يتناسوا الله ثم عليكم صفة أخرى الرب المحارب الرب تهب للحرب يحدثون عن هيئة اضراع الصلبة للرب بين قوسين لقد ذهب إلى الهيكل أو المعبد وبدأ في ضرر الجنبب بن دكتي ضربه محيسا جميعاً بالصوت كي يخرجهم جميعاً من المعبد أو الهيكل حتى الخراف والثيران وألقى بالصيارفة ألقى بالصيارفة وقلب الموائد عليهم حتى الخراف والثيران ألقى بالصيارفة وقلب الموائد عليهم وحينما مشأ إلى القدس حدث حواريه بقصة سوف تحدث أو ما ينتظر أن يفعلوا فقال لهم أذا قال قال حينما مشأ إلى القدس حدث حواريه بقصة عما سيحدث ليه أما أولئك الذين يرفضون حكمي فهم أعدائي من يرفضون حكمي هم أعدائي لا يقبلوني حاكما فهم يرفضون أن أكون مالكا عليهم لذا فلوا أعناقهم واتبحوا معمامي واقتلوهم انحروهم من أعناقهم انظروا نحن جميعا نتحدث عن إيسا الإنسان الرقيق الودي ولكن إذا جاء هذا الكلام عن إيسان محمد سنقاموا الدنيا كما فعلوا حول قضية إمكانية أن تضرب الزوجتك كثير من غير مبارع فهل قال مثل ما قال إيسا حينما طروا من حول أن يضربوا عناق الناس الذين يرفضون حكمه تعالوا لنرى شيئا آخر هل أريكم شيئا آخر الرب عنصري هل يؤكر الله أن يكون عنصريا إن القصة يجب أن يكون عنصرينا في جنوب إفريقيا ونظامة إفريقيا العنصري في جنوب إفريقيا كلكم تعرفون هذا النظام وما فعل بنا طوال ثلاثمائة عام أولا المسيحيون الطيبون رواد الكريسة بانتظام أخبروني أن الله الخالح عنده أجناس بمعنى أنهم يؤمنون أن الأجناس ستنحدروا من ولدينوح حام وسام ولدينوح حام وسام وهم الشعب أو الجنس الأضياء أولاد سام ونحن أبناء حام وأن نوحا قد لعن الأجناس السوداء القديمة على وجه الأرض سواء كانوا صينيين أو هنودنا أو إفريقيين حيث أن الوضع هكذا فهم لهم الحق أن يحملوا علينا وأستعبدونا لمدة ثلاثمائة عام وقد فعلوا وبفضل أهل البلاد الإسلامية وبفضلك يا سيدي بفضل تحدثكم نيابة عننا حدثت خدروا من الفغير الآن نعم لكن لنرجع للعنصرية لنجد أنه لو افترضنا أن عيسى رب لكن هذا الرب ونضعوها بين عمدين يهودي القبلي سأقرأ عليكم ما يجل على ذلك من الرؤية الأصحاح الخامس الفقر الخامس هو ذا قد غلب الأسد الذي منصب يهودي هو عيسى إذن أسد جاء من نسف يهودي فهو يهودي القبلي في متى الأصحاح الخمسطاشة الفقر الربع عشرون فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال أنا أقرأها الآن إذن فذلك الرب جاء فقط لليهود ومن أقرأ في كتابكم الإنجيل إذن فأنتم أيوسكين دينابيون وكذلك السويديون هل أنتم خراف بيت إسرائيل الضال أنا حقيقة لا أعلم وكذلك البريطانيون والفرنسيون والألمان هل أنتم خراف بيت إسرائيل الضال هذا ما قال وإيسا لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال إذن فقد أرسل اليهود ولقب هذا الرب هذا لو كان ربا فاتسمونه ملك اليهود مذكوروا في الإنجيل في متى الصحة الثانية الفقرة الثانية وكذلك يوحن للصحة الأول فقرة التساعة ربهم والصحة الثانية عشر في ترتاشر حيث نجد في فقرة التساعة ربهم الصحة الأول الإنجيل يوحنه فيها أنت ملك إسرائيل ثم في نص آخر من لوقا للصحة الأول فقرة الثلاثة وثلاثين ويملك على بيت عقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية هذا إذن هو الوعد الذي ورد في لوقا نفسه يحكم بيت عقوب أي يهود وأن ملكه لا يكون له نهاية لكننا نعرف أنه في وقت حكمي ماذا حدث انت لا عرش داود أصدره حقما عليك شاء المدهشون كما ترون حيث إنه من المفترض أنه سيكون الحكم للأبد أنا لا أعرف إذا كانت أدود كلمة للأبد في السويدية أم لا لا أعرف في الإنجليزية تعلمنا أن كلمة للأبد معناها للأبد فهي لا تعني لمدة يوم أو دقيقة أو عام إذن البشر أن حكمه للأبد وهذا ما لن يحدث بعد حتى إلى اليوم أي بعد مضي نحو ألفين عام من الزمن وما زال أعداء قابعين هناك في القدس والآن تعالوا إلى صناع المعجزات الآخرين يقول عيسى كثيرون سيرونني في ذلك اليوم وكما ترون المسيحين يفتقدون بأنهم خبراء في تخلص الناس من الشاطين وفي شفاء المرضى وغير ذلك مما يدعون ودعونهم يفعلون باسم عيسى ولك أن تسأل أي مبشر باسم من تفعل ما تقوم بي فسيجيب باسم السيد أو الرب عيسى فتسأله ثانية وكيف فعلت ما تقوم به فيجيبك باسم السيد إيسى السيد المسيح يفتقدون ما يرددون والآن نود أن نعرف ماذا قال عيسى عن هؤلاء هؤلاء الذين يقومون بكل هذه المعجزات باسم السيد المسيح يقول عيسى في مدى الصح السابع الفقرات الثانية والعشرون والثالثة والعشرون كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شراطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة باسمك يا رب هؤلاء هم المبشرون الذين أخرون أنهم يشفون الأعمى ويبرؤون الأبرز ووحدت الموت أنفسهم فهم يباركونكم روحيا وقد فعلوا هذا باسم عيسى الرب فماذا قال ربهم عيسى الفقر الثانية والعشرين فحينئذ أصرح لهم إني لم أكن أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعي الإثم اغربوا عني مدهش مثير لقد فعلتم كل هذه الأشياء وضحيكم بحياتكم وعائلاتكم وكل شيء في ترحالكم في ترحالكم إلى باكستان وإندونيسيا وإفريقيا في وسط الذباب ووسط الأمراض وقد فعلتم كل هذا وسيخبركم عيسى قائل يا سادة ابتعدوا عني فأنا حتى لا أعرفكم وليت الذبح يكون مصيركم ليت الذبح يكون مصيركم معجزات هذه المعجزات التي يفخر بها المسيحيون يأتي عيسى ويقول عفوا أنا آسف أنا آسف أرجوكم معظرة في متة لصحة السبب فقر الخمس العشر يفترض أن الروح القدس يوحي لمتة فيقول احترزوا من الأنبياء الكذبة الكذبة الذين يأتوكم بثياب حملان ولكنهم من داخل ثئاب خاطفة وهكذا نجدوه يحذر منهم ثم يقول الثانية في الجيل مرقص الصحاح الثالث عشر فقر الثانية العشرين لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجاب لكي يضل لو أمكن المختارين أيضا إذن فما تفعلون وتزعمون من معجزات ليس مكياسا على أنك أو أنكم رجال طيبون أو على أنك مؤمن حقيقي وهناك اختبار آخر إختبارا ذلك لأننا أخبرنا على الأنبياء الكذبة والمسحاء الكذبة بوسعهما يقوم بهذا الشيء ويؤدونه للدرجة والحد الذي يجعل حتى حواري إيسا ينخدعونه ويضللون أيها القس فيما تعلقون قفية السم الذي قدم لك الليلة الماضية كما ترون قد كان للشاب سؤال عادل جدا عادل وكان لديه ما يبرل سؤاله العادل فالنمر متعلق بالعقيدة وإذا كان لديك عقيدة وإيمان فأنا أريد دليلا على ذلك ولو كان عيسى المسيح هو الذي قال ما جاء في إنجيل القديس ماركوس رسحة 16 الفقرات الأخيرة وبالذات الفقرة السابعة عشر فلابد أنك قرأتها فمن المفروض أنك تفعل ذلك هذه الفقرة ليست موجودة في هذا الإنجيل سيدي القس إن الفقرات من التاسعة إلى العشرين غير موجودة هنا في هذا الإنجيل فيما يتعلق بسفر ماركوس غير موجودة في هذا الإنجيل الذي أشير به أيها الشاب هل تستطيع أن تقرأ بالإنجليزية؟ لا لا تستطيع أيها القس هل بودي كانت ساعدني؟ انظر إلى هذا الإنجيل الذي أخرجه المسيحين واثناني وثلاثون علما من أصحاب المكانة الرفيعة بالإضافة إلى خمسين طائفة مسيحية متعونا معا في هذا الإنجيل حذبوا الفقرات من التاسعة للإنشه والتي أشرت إليها بدعو أنها ملفرة نعم لقد حذبوا الفقرات من تسعة إلى أشرين إنها ليست هنا يا سيد لكن بالطبع كما أخبرتك ليلة الأمس نوقد أعادوها في هذا الإنجيل قد يبدو كلا هما متشابهين لكن في أحدهم نزعوا الآيات وفي الأفراد هل تعلمون لماذا؟ لأن أفرادا وطائف أرهبوهم مثلما يحاول بعض الناس أن يرهبونا مثلا شخص اتصلوا بالتليفونيان بالقس وآخر أرسل برقية وقد يكون من بين المسلمين ومن المسيحيين فنحن لدينا أصدقاء وغريب الأطوار في كلا الطائفتين في جنوب إفريقيا كان يصلموا كلمات تليفونية وكذلك خطابات من اليهود المسيحيين ومن الهندوق وأحيانا حتى من المسلمين وجميعها تهدد حياته ولكن ماذا أفعل؟ هذه هي أخطار المنواجب توقعها حتى في واحدة من أعظم الديمقراطيات وهي أمريكا ندد أن 75% من رؤساء الولايات المتحدة ويقول 5% منهم تم اغتيالهم أو تم إنقاذ حياتهم بالفضل التياقض هل هذا حقيقي أم كدر 95% كما ترون إذن هذه الأخطار والمهاجب تقع طوال مهناتي واجب عليك تتوقع مثل هذه الأشياء وما يجب أن ترهبك بدرجة أن تقول إنني أنوي ألا أشارك أو أحاول بعد ذلك لا لا يا سيد لن تفعل ذلك يا سيد فاجب أن نشارك مرة والأخرى ولعلى اللقاء الآخر القادم ستكون بالإمكان استيعاب أربع إلى خمسة ألف بالحضور نناقش الصلب الصلب المسيح وأي شيء آخر دعنا نشترك بطوري على المنصة ومشاركة إخواننا فيما لدينا من معرفة تعالوا إذن للفقرة السبع عشر نقرأ ماذا تعلم وهذه الآيات تتابع المؤمنين يخرجون الشراطين باسمه أنتم تؤمنون به ورغم هذا يقول القسل قد سكن الشيطان سكنك ثم يقول إنك أنت الشيطان مخطط الشاب الوديع بذلك وكما تعلمون القادر تعدى وأرهب الشاب لمجرد أن نطق بالسؤال لكنني أقولها نيابة عن الشاب وبكل ما لدي من قوة أنت الشيطان وليس هذا الشاب المرتعد والمتلعث ملسانه فحس نصر الجيل الذي قرأته الآن ومفروض أن الرب قد منح القوة ومن ثم فبإمكانك أن تخرج الشيطان من ذلك الشاب لا تبيت غرابة فالمفروض أن تكون أولى مهامك أن تخرج الشيطان والمفروض أن يتحدث بعد ذلك بنسان آخر ولقد رأيتك تحاول أن تعبر عن نفسك بشكل جميل باللغة الأردية فهل لا استطعت أن تحدثنا باللغة الزور يا سيد؟ وبمناسبة الألسنة كني سفيك زولو هل يمكن التحدث الزور؟ بمناسبة الألسنة والتي تعرف تلف اللغات أقول القصة عن كل لغة يستطيع أن يتحدث بها بإمكاني أن أتحدث لني ثلاثة لغات أجنبية مقابل ذلك مقابل كل لغة واحدة ينضق بها وهذا يا سيدي لن يكون بمساعدة الروح القدس لن يتدخل الروح القدس فقد سأعطيك أيها من خلينا وهذا الله من عقلي يسجل كالكمبيوتر ونستمر في قراءة باقي النص الوارد في إنجيل ماركوس نستكمل في قراءة 17-18 وأتكلمون بألسنة شربوا الشيء المميتة لا يضرهم إيدا ومصداقة لنص الإنجلي لو كان عندك عقيدة وإيمان لما خبت ومن ثم فقد كان الشاب يختبر إيمانك فما كان منك إلا أن فقدت عصابك ومن ثم فقدت إيمانك أيضا مع عصابك كلهما ذهبوا وتبخروا معا وبهذه الكلمات أعبروا عن خالص امتنان العظيم لأتاحت هذه الفرصة لأشكر القسم لتوفير وتياتها هذه الفرصة اللي أتاحت لها القدمة إلى بيت بيوت الله وأتاحت لأمشارتكم فكريا جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بالنسبة للشاب الذي حضر ومعه السم ليلة أمس فقد أخرجنا منه الروح الشذيرة من خلال الصلاة حيث عن قتل زوجتي وأخبرته أن الله يحبه وقد صلت من أجله حتى هدى ولا أعتقد بل أجزم أن هذا الشاب لن يحاول قتل الليلة وهذا هو الدليل على أن الشيطان قد أخرج منه أما عن الكتاب فالكتاب صادر عن مركز الدعوة الإسلامية في ديربن حيث يشغل بذات منصب الرئيس للمركز وحقيقة اسمك ليس مكتوبا عن الكتاب ولكن الشيء المثير أن الجزء الأساسي من محاضرتك الليلة هو ما كتب في هذا الكتاب أود أن أقدم لك النصوص التي يشرح فيها عيسى ألوهيته إنه يقول في إنجيل مادة الأسحر الثاني عشر الفقرة التسعاشة والعشرون أن آتي لأنه حينما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم أكون في وسطهم إذن فهو يمنح نفسه الصفة الألوهية كونه موجودا كرر حيثما يصلي الناس ثم يقول عيسى وقد أعطيت لي كل القوى في السماء والأرض فهل تحتاج إلى شيء واضح أكثر من ذلك؟ وفي إنجيل يوحنا نقرأ الآتي وقد أحيى الأب الميت وقد فرأت ذلك من قبل أحيى الآب الميت ثم وأعطى الآب للإبن كل هكذا يخبرنا عيسى أنه راب لأنه سوف يحكم العالم الآب أعطى الحكم كله للإبن كما قلت لكم عيسى يخبرنا إنه راب لأنه سوف يحكم العالم في سفر الرسالة لأهل فليبيان للصحيح الثاني الفقه العاشرة لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ومن ثم فعيسى مقدر أن يعبد أو لا بد أن يعبد في كتاب الرؤية يقول عيسى عن نفسه لا تخشوني فأنا الأول والأخير وقبل ذلك قال أنا البداية والنهاية أي أنه الأول والأخير أيضا وقوله أنا وهو الكائن وقد كنت ميتا وأنا حي للأبد آمين وبيدي مفاتيح النار والموت إذن فعيسى يعلن أن له قوة ألوهية لكن في عصر ظهور عيسى كان هناك أكثر من فرد يدعون أنفسهم بالمسيح ومن ثم فقد استخدم صريقة مختلفة ليظهر نفسه فكان يأتي بالأفعال التي يفعلها الله ويترك للناس أن يشهدوا من هو لكنه أيضا وفي نفس الوقت صرح بها نعم صرح بها صريحة والآن يا سيد ذات أراك دائما تتحدث بلسانين يؤسفني أن أقول ذلك لأنك بدأت حديثك بقولك إنك لا تتحدث وأنك فقط تناشر لكنك اليوم أعلنت أنك تنظر لهذه المناقشات كحلبة ملاكمة ثم تقول أنك تؤمن في عيسى بأنه المسيح وبعد ذلك تنظي نحو الساعة تنكر هذا العيسى وتسخر منه إنك تراور وتجدف وتقدع في مسيحين عيسى وتكفر به وذلك لأن هناك شيئا واحدا لست قادرا على فهمه لقد أثرت نحو ثلاثين سؤالا مختلفة وهذا أيضا الصبل للمسلمين وتكنيك للمحاورة ذلك لأنك أتيت هنا تتحدى عقيدتي وإيماني إيماني للمسيحي وقد أدلغني المسلمون بأن لا أتحدث بأي شيء ضد القرآن ثم طلبتم مني أن أتحدث إليكم وأعطيتموني عشر دقائق للإجابة على ثلاثين سؤالا هذا ليس عدلة أود فقط أن أخبركم أن كل ما لم تستطيع أن تفهموه هو ماذا قال الإنجيل حب الله العظيم فقد قال الإنجيل الآتي إن عيسى مساول للرب وعلى هيئة الراب وقد نأى بنفسه عن الشهرة وأخذ على عاتقه شكل الحية وقد طور على هيئة إنسان لماذا تسخر وتهزأ وتقتح في هذا وتذكر عيسى حينما خضر وبكى مع الناس في أسد ثم لماذا تذكر قصصا مستهزئة في عيسى وهو جائع حينما ذهب أتعرف على الجائعين إنني أقول إن المسلمين لم يفعلوا أي شيء أبدا كي يساعدوا لاجئيهم بل كان على المسيحين أن يقوموا بذلك إن عيسى كان راغبا في أن يصبح شخصا عادي وقد دعا أباه خلال ذلك الوقت وقد شعر بالألم وأحس بالنعاس أو النوم وهذا فعلا حقيقي وأما حينما تحدث إلى شجرة التين فأنا أقول له إنك لم تقرأ الإنجيل وهذا ما أقوله دائما لأنك لو عربت الإنجيل لعلمت أن عيسى حينما تحدث إلى شجرة التين كان يعلم أنه في العهد القديم كان يرمز لإسرائيل بشجرة التين كان يرمز له بذلك وقد تنبى عيسى بنبوءة ضد إسرائيل في ذلك كرقين إن لدي تفسيرا لكل هجوم شننته على المسيحية وحينما تقول إن عيسى عنصري شعرت بالضيق لأن عيسى عيسى نعم لأن عيسى قال إنه مبعوث للعالم أجمع ويرغب في جعل كل الناس على اختلافهم حواريا وقد أوضح كيف يبدأون في القدس ثم ما حولها إلى يهودا وسماريا ثم بعد ذلك إلى العالم أجمع كانت هذه استراتيجية عيسى وكان هذا حول الفقرات التي اختطفتها أما إذا ذهبنا بعيدا كما فعلنا فاستمع إلى الآن لقد أعطينا لأريتريا حينما كانت تعاني هي وإثيوبيا من المجاعة أقول أعطيناهم مليون كيل من الدقيق من كنيسة من الطحيل وقمنا بإرسالها لهم بحرا استمع هل تسخر مني هل تهزأ مني هل تكفرني إذا كان علي أن أقول إنه بسبب ضيق إمكانياتنا كان علينا أن نحمل عليه 25 كيلا فقط في البداية وبعد ذلك أخذنا 25 كيلا أخرى تبعتها 100 كيلا أخرى تبعتها 1000 كيلا وإذا كنت قل إنه في الساعات الأولى أخذنا 500 كيل فقط فقد أعقبناها ب500 أخرى وهكذا وهكذا أما فيما تعالق بقول إيسا إنه قد جاء فقط لليهود وأنه لا بد أن يبدأ من القدس ويهود والسامرة فقد أعنى بعد ذلك ما تصمت أو تنذم الصمت عند عنه دائما وما جاء في نصوص الإنجيل هذا هو أسلوبك في كل أنحاء العالم إن إيسا يقول إن حبي للعالم أجمعين وها هو الوقت قد انتهى وقد حقق أسلوبك بالضبط القائم على طرف كثير من الأسئلة ما عاد موجود الوقت الكافي لإجابة عليها شكرا نشكر القسستان لشوبرج والسيد أحمد دادان تعالى حديثهما ونتقل الآن أيها السادة والسيدات إلى الجزء الخاص بطرح الأسئلة علما بأننا لم نطبركم حتى الآن عن كيفية سير هذه العملية فليس لدينا شيئا محددا حتى الآن على أن المطلوب هو إنهاء هذه الجنسة عند الساعة العاشرة تماما ومن ثم فنحن لدينا مبتسع من الوقت يبلغ نحو ساعة من الزمان تقريبا وسيخبركم زميل المشارك بقواعد طرح الأسئلة لذا نرجو منكم التفضل بسماع بيدا لهذه القواعد وشكرا وسمكم بفضلكم أن تصفوا صفا أمامك ويمكن للصف أن يمتد حول القاعة وبشكل مرتب شكرا والآن ومن أجل إدارة الأسئلة بشكل فعال وعادل أتمنى منكم أيها الإخوة والأخوات أيها الإخوة والأخوات انتبهوا فهناك قواعد يجب اتباعها أولها أن يكون من فضلكم السؤال متعلقا بالموضوع المطروح للحوار وهي هل عيسى رب وتذكروا من فضلكم أن الوقت مخصص لطرح الأسئلة وليس لإلقاء المحاضرات أما إذا أراد أحدكم أن يلقي لمحاضرة بإمكانهم تركيبوا هذا الأمر مع الكسي السالي وقد يرتبوا الأمر لكم وفي كل الحالات سنحضر الإستماع إليكم ثم من القواعد التي يجب اتباعها أن يتم طرحوا سؤال واحد في المرة من فضلكم وإذا أردتم طرح مزيد من الأسئلة فمن فضلكم ابدأوا من إهاية صف وانتظروا حتى يحين دوركم ثانية برجاء أيضا أن تطرحوا سؤالكم بطريقة مختصرة وموجزه بشكل مباشر وأخيرا أيها الإخوة والأخوات وحيث أن لدينا متحدثين هنا وينبغي أن نعدل بينهما لذا فالأسئلة ستكون بالتناوب بينهما ومن ثم سيكون السؤال الأول للقس السالي ويليه السؤال الثاني لسيد أحمد يداد وهكذا حتى ينفذ الوقت المحدد وشكرا أود أن أخبركم أن السؤال الأخير سيطرح أو سيتم السماح به عند الساعة العاشرة إلى عشر دقائق ومن ثم فلنبدأ بالسؤال الأول الموجه للسيد السالي شوبرج أنا سيدة سويدية مسلمة وقد تحولت إلى دين الإسلام بسبب حيرة مما وجدته في الكنيسة فقد كنت دوما أتعجب إذا كنت سأصلي لله فلماذا أصلي لعيسى ولماذا عيسى قبل الله إنني لا أفهم ذلك إن هذا الأمر مرجك ومحير للغاية وقد قلت هذا الكلام لمن حولي حينما دخلت الإسلام حيث وجدت فكرة واضحة أماني إله واحد ورب واحد وأنا أؤمن بأن هذا هو طريقه إنني أؤمن بإيسى أيضا لكن أود أن أقول بأنه أيضا من لحم ودم مثلي ومثلك وجميع البشر وآمل أن تكون لهمت سؤالي لقد فهمت سؤالك تماما الإنجيل يخبرنا بأنه يجب علينا أن نصلي لله وليس هناك تصادم أو تعارض في فكرة الثالوث حيث الرأس هو الله يليه الآب والابن هو الروح القدس جميعهم واحد مثلما الله واحد فإذا صليت للأب الرأب أو تحدثت إلى عيسى أو سألت هداية من الروح القدس فأنت تتحدث وتكلمي إلى نفس الرأب لكن عيسى أتى إلى هذا العالم من أجل أن يصلح الإنسانية مع الله وعليه فقد تعلمنا أن نصلي للرب باسم يسوع لأنه حينما بعث عيسى للموته فقد بعث بجسد السماوي وقد قلت أنت هنا من قبل إن عيسى لا يمكن أن يكون إلها لأنه يأكل لكن عيسى كالملائكة وكالرب الذي اتهم القرابين أو الأضحية كما ورد في العهد القديم كذلك فإن عيسى بجثمانه السماوي أصبح ألوهيا بالرغم من ظهوره أمام الحواريين ومن ثم فأنت تصلينا لله باسم عيسى وهذه الطريقة كي تقترب أو تتخربي إلى الله شكرا لسيد ساني شبرج والسؤال الثاني لسيد أحمد ديدات السلام عليكم سؤالي موجه للسيد أحمد ديدات وبادي أذيبت أود أن أشكره على كل ما قدم لي من مساعدة شخصيا ولأناس آخرين مثلي اعتنق الإسلام وكنا جميعا هنا في الكنيسة عوام 84 و85 والآن إلى السؤال وسؤالي هو أود من السيد ديدات أن يشرح أو يفسر لنا ولو قليلا العقيدة الكنسية المشيخية وأن يعطينا إذا أمكن فكرة موجزة عن تاريخ تطور هذا المذهب المسمى بالثالث فنحن نعلم أنه نتاج فترة طويلة من الحروب العقائدية حول أولوهية عيسى المسيح وأن تلك الطبيعة المقدسة له قد استقرت وقد وقع أوحدها هذا النقاش في الإسكندرية ما بين أعوام 316 و323 ميلادية في مصر وكان هذا بين أثناثيوس الإفريقي وإرييس وكان أثناثيوس يشير لعيسى المسيح على أنه ابن الله وأنه لا بد أن يكون أصغر من الله وحيث أن الله خالد وأزلي إذن فليس بإمكانه أن يكون ربا عموما أود من السيد ديدات بأي شكل أن يشرح لنا ولو قليلا هذا الأمر وشكرا قبل أن أقدم أي تفسير لفكرة الثالوث أشكر الله سبحانه وتعالى وأقول الحمد لله الذي أنقض عنقي فقد كان لدى القص عشر دقائق والإنجيل بين عيديه ولم يستطع أن يأتيني بما طلبت منه مرار لقد طلبت ذكرة جملة واحدة من الإنجيل يقول فيها عيسى أنا رب أو يقول فيها أعبدوني وقد فشل القص في ذكر ما طلبت وأنا أعلم ذلك ومن ثم فقد منحني الله فرصة أخرى وإلا لما كانت هناك فرصة بعد ذلك أما فيما يتعلق بفكرة الثالوث فلك أن تسأل الذين يؤمنون بالتثليف إنهم يعتقدون أو يؤمنون بأن الآبا إله وأن الإبن إله وأن الروح القدس إله لكنهم ليسوا ثلاثة آلهة ولكن إله واحد وأستمرون في صناعتهم فأقولون الآب عظيم والأبن عظيم والروح القدس عظيم وإنهم ليسوا ثلاثة أعظماء وإنهم عظيم واحد هذا هو نهجهم وأستمرون فيقولون أن الآب شخص والإبن شخص وروح القدس شخص لكنهم ليسوا ثلاثة أشخاص لكن شخص واحد ودعوني أسأل متحدثين بلغة الإنجليزية لأنني لا أستطيع أن أتحدث باللغة السويدية أقول المتحدثين بلغة الإنجليزية هل هذا الكلام له معنى عندكم في لغتكم أم أنكم تتقنون بكلمات ليس لها معنى إنكم تقولون شخص وشخص وشخص ولكن هؤلاء ليسوا ثلاثة أشخاص لكنهم شخص واحد وأنا أسأل أي لغة تتحدثون لأنني أعرف الإنجليزية فقد علمني إياها البريطانيون إذن في أي لغة تتحدثون إن هذا ليس في لغة الهليزية وإنما لغة اخترعوناها تعوني السمية جيمريتش وهي حتى ليست لغة إغريقية شخص وشخص وشخص وجميعهم ليسوا ثلاثة أشخاص لكن شخص واحد لن أقول لو أنكم لو أن أي فرد منكم ونتخلنا منكم من له أخاذ أي أنهم ثلاثة تواهم وأن فردا أننا نستطيع أن نفرق بينهم أو بين ثلاثتكم وهذا أن أحدكم ارتكب جريم القاتل لأننا نستطيع أن نشنق الآخر لما لا فأنتم تشابهون حين أنكم ستقولون لا فكما ترى أنا شخص مختلف فأسألك وماذا يجعلك شخصا مختلفا والإجابة شخصيتك والآن في ذهنك هناك تصور أن الآب مختلف والابن مختلف والروح القدس مختلف وحينما تقول باسم الآب يترى أنك تصور ذهنهم معين لكل أباء الميلاد لأنه كبيرا على أي شيء تصدير تخير حجم ملايين ملايين الأطنان وأكبر من الإنسان لكنه شبيه بالإنسان فإذا أنه يتخذ السماوات سقفا لا عند رأسي والأرض بابا لا عند الأدمين هذا هو الآب الحي في السماء وحينما تقول الله الإبن فماذا تفكر في هيئتي في ذلك إنك تتصوره شابا وسيما كالذي ترونه في مالك الملوك الذي يقوم بأدائه ممثل جيفري هانتر ذو شعر الأشفر وعينين زبقوين وملامح سكيندنافية وليست ملامح يهودية نعم إنه لا يبدو شبه اليهود وهناك صورة للمسيح هناك صورة للمسيح عيسى معلقة بالخلف هنا في هذا المكان حيث أخذوني لأستريح قبل الأمثل أمامكم وقد رأيتها على الحائر وهي صورة لشاب وسيم يشبه شخصا ريوجيا أو سويديا داع عينين زبقوين إلى آخر وهناك هالة على رأسه ولو سمعوا لكم اذهبوا هلقوا بنظرة على هذه الصورة ستجدون هالة على رأسه وأنا أسأل من أين جئتم بهذه الهالة؟ أظن لكم تعرفون ضوء النيون هذه الهالة تشبهه ووضوع معلق في الهواء فمن أين أتيتم بهذه الهالة؟ هل قال الإنجيل أن هناك هالة حول رأسه؟ هل رأى اليهود مثل هذا الأمر؟ بالطبع لا لكن كما ترون فنحن الآن مبرمجون على التفكير والاعتقاد في أي شيء فكل شيء يقوله الإنسان هزلا نقبل به وأعود وأقول إذن فقد قذب هذا الثالث من الفقرة العشرين بالرسالة يوحن الأولى الأصحاب الخامس الفقرة السابعة حيث جاء فيها فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد هذه الفقرة يا لأخوة تم حتفوا من هذا الإنجيل مسمى بالنسخة منقعة معتمدة تم الحتف بدعوة أنها ملفقة أو مختلقة وفبركة ومن ثم فهذه الفقرة ليست موجودة هنا لقد نسعت أو رفعت لماذا؟ سبب هذه الفقرة ميالة مرحوظة سجل أحدهم في القرن السادس من أجل الإضاء فجاء الناشيرون وليس فقط تحذفوها وألقوا بها على أنها اختلاق أو كالب وفترق إذن فعيسى المسيح لم يعلم أحدا مطلقا الثلوث أو التثريت حينما كان يسأل ففي إنجيل القديس ماركوس وهو رجل مثقف من اليهود قد أتى المسيح وسأله يا سيدي ما هو الأمر الذي يعتبر أول الجنية وقد أجابه عيسى وقال له الرب الواحد وعيسى حينما قال ذلك كان يكرر ما قراله موسى بالحرب الواحد منذ 1300 عام مضت قبله وبدون تغيير ولا نقطة واحدة ولا نقطة واحدة ولو كان التثريت هو ما يعلم عيسى لكانت هذه في السماء هم ثلاثة كانت الأفضة مناسبة لتعلم هذا الشخص ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد إن عيسى لم يقل سئلي هذا الكلام مطلقا بذكره بما قال موسى قبله ب1300 سنة ومن ثم فليس هناك هذا الشيء مسمى بالتثريت والمذكور الحديث عنه في إنجيل عيسى المسيح السؤال التالي لسيد سالي شوبرج سالي أولا أود أن عبر عن احترامي وعن تقطيري لمسأة أنك توابع القتل أو التهديد وأنني أصرف فيما تقول في هذا الشأن لأن هناك كثير من من يطلق عليهم مسلمين من إليك الذين يفقدون أعصاب مصر ونأسف لهم وما الشيء الثاني فأود الحديث عنه لأنك أشط إليه بالأمس وقررت الإشارة إليه اليوم ثانية وهو قولك ومعك كل الحق بأنك سعت كثيرا من المسلمين وأنكم أصطوا طعاما بالأريكيريا والأيتافي أسيوبيا ولكن المشكلة التي لم تشغل بالك هي أنه ليس من بين هذه الدولات حتى لو أطلق على أنفسهم لغز مسلمين أقول ليس من بينهم من لديه حكومة إسلامية إنما حكومتهم نصح منك أرجو المدور من فضلكم والآن أصل إلى سؤالي وهو سهل للغاية وسؤالي يقول أن الأنجيل تحدثنا بأكازيب وتخبرنا بأن عيسى ذلك الرجل العظيم يكذب ففي إنجليو حنى الإسعى السابع فقره من 8 إلى 10 تتحدث بالضبط عن طلب عيسى لهم أن يذهبوا للعيد مع أخي ودعونا نقرأ ما جاء فيهما اصعدوا أنتم إلى هذا العيد أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد ثم نقرأ في فقر العاشرة الآتي ولما كان أخوته قد صعدوا حينئذ صعده أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل في الخفاء ومن هذا يقضح أن الأنجيل يولن ويقول صراحة أن عيسى قد كذب فأنه أخبر أخاه أن يخبرهم أنه لن يأتي بعد إلى العيد وبعد ذلك ذهب في الخفاء والشيء الثاني مرغوط في العهد القديم حيث نجد لوط في سفر الدكوين الإصحاح التاسع الفقرة خلف تلاتين ستة وتلاتين حيث يقول النص أن بنات لوط قد استقرر رأيهن على أن يمارسنا الجنسة معهم قد ينجبنا منه أما زلت تصر على ما تقول من المسيحية بوسي أن أجيب فيما تعلق بالحكومات الإسلامية لم أكن أعرف أنك لا تعتقد أن إيران لديها حكومة مكونة من المسلمين ولم أكن أعرف أن فاكستان دولة غير إسلامية لم أكن أعرف ذلك لكنني سمعت أن إيران وباكستان حقيقة يشكلهم المسلمون ونفس الشيء مع العراق حتى ولو كنتم لا تحبون الصدام حسين وأعتقد أن الأكراد من المسلمين وقد ساعدنا الأكراد ونحن نتعامل مع المسلمين سواء كانوا في الحكومة مع شخص ما أو في ظل القوانين الإسلامية الحقيقية أما فيما يتعلق بالسيد إيدات فلا أستطيع أن أمنع نفسي من الغضب لأنني جربت سلوكا غير أمين وتملأني النقمة لأن السيد إيدات تصرف كضابط نازي يستجوب نعم نعم يستجوب سجينا مسكينا لا حول له ولا قوة لأنكم تطلبون من المسيح تطلب من عيسى أن يقدم نفسه حسب ما تريده أنت أن يشكل كلماتي وأنا أقول لك يا سيد ذات إن عيسى أعظم منك وحينما يعلن أنه رب ويعلن الإنجيل أن الجميع عند أو تحت قدمين يصبح مفهوما حتى لدى طفل صغير معنا ذلك وإذا أخبرني عيسى بهذا أن كل القوة والسلطة وعطيت له يصبح مفهوما حتى لدى الطفل أيضا أنه يجب عليك أن تصني له وبعد ذلك كما تعلق بقولك إنك تؤمن بعيسى أطوال الوقت حاول أن تسلب عيسى صفاته وتحيي لنا شخصا آخر أسميته أنت المسيح عيسى ترفعه شخصا آخر الآن نحن العالمين بالإنجيل يجب علينا أن نحذر في هذه الأيام لأنك قلت الآن إننا ننتظر قدم عيسى ثانية أو عودته منذ ألف عام وأنا أقول لك إن عيسى الذي تتحدث عنه والذي تريد أن تحييه ليس بمسيحنا ليس بمسيحنا عيسى فالإنجيل أتحدث عن شخص يأتي آخر الزمان ويعلن نفسه أنه المسيح عيسى لكنه لكنه المسيح الدجال وسيصحبه إلى جواره النبي الزائف والآن لماذا تقول إن عيسى يكذب حينما كتب في إنجيل يوحنى الإصحاح السابع ما سلوته وقاله عيسى نفسه وهو اصعدوا أنتم إلى هذا العيد أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد والآن سمع إلي إن عيسى قال اذهبوا لأنني لست مستعدا بعد فسأمكث في البيت وأصلي وأهيئ نفسي لأنني حينما أصل القدس أصل بعدكم بأيام قليلة فتذهبوا أنتم وسأتي أنا بعد أيام قليلة وحينما آتي أبارك القوم كما يبارك الله البشر ولذا لا تقل إن ربي عيسى يحدثنا بالأكاذيب فهو لا يفعل ذلك السؤال التالي سيكون لسيد ديدات وأود أن أطلب منكم الإجاز والإختصار ومن المتحدث أن يحترم الوقت المحدد لكل سؤال ويحاول الإجاز قدر المستطاع شكرا حدثنا كتاب العهد القديم أن العين بالعين والسن بالسن إلى آخر ثم اتطورنا خطوة مع قدوم عيسى الذي علمنا كل هذه الأشياء إذا لم تكن تعرف وأنا متأكد تماما أنك تعلم وقد قلت أنك تؤمن بالله وأن الله له طبيعته فهو يعرف الماضي والمستقبل والحاضر وقد أتى عيسى وأنا متأكد أنك تعلم وتجد هذا في هذه الكتب وربما في القرآن أيضا وقد أخبرنا عيسى إذا لطمك أحد على خدك لأيمن فاعطه خدك الأيسى قد علمنا العطف والرحمة والسلام والحب والإحسان علمنا إنه إذا طلب منك أحد أن تذهب معه ميلا فاذهب معه وإذا سألك فاعطه وحينما طلب أحدهم منه أن يذهب ويبشر قال له اذهب وبشر بكلمة في سلام وفي غير عنف فإذا قبلوا بدعوتك فقد فلح وإن أعرضوا عنك فتركهم واذهب لماذا إذا بعد مرور الستمائة عام من هذا يأتي ربك الذي تؤمن أنت به وأنا أؤمن أيضا ويغير رأيه ثانيا فيقول من يضربك فضرب اذهبوا ادعوا باسمي وإن لم يقبلوا بإله وبكلمتي فاقتلوهم وإذا لم تجيبك زوجتك لما تريد فاقتلها وهكذا أقتل عاقب أقتل عاقب اكره انقط إن الله رفعني فكيف يدنيني ويحط به ذانيا حسنا لقد حمي وطيس الحوار يقول الأخ إن عيسى يقول أدر خدك وامنح معطفك وقل إلى آخره ولكن الآن أنت تقول إن الله لا يغير رأيه لكنه قد منحك في البداية قانون المهدى العين بالعين والسن بالسن وأنا أرد عليك أنا أرد عليك السؤال من سؤالك ألم يغير الله رأيه ففي البداية أخبركم بأن العين بالعين والسن بالسن ثم بعد ذلك قاوم روحكم الشريرة فجاء ما تقوله من أنه إذا أضربك شخص ما على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر إذن فوفقا ما جاء في إنجيلكم نجد أن الله قد غير رأيه ومثال آخر مع الزوجة نجد أن الله يحلل طلاقها ثم أتي إيسا فيحرم ذلك ما لم ترتكب جريمة الزنا فلماذا إذن يغير رأيه إذن فهو يغير رأيه بشكل مستمر وأنت قلت إن الله لا يغير رأيه ومن ثم فعليك أنت أو قص أن تعلل أو تعلل هذا هذا الأمر وليس لي ولكن حينما أتكلم عن مزاياك ضد القرآن وأنه قد قال إذا لم يقبل أي أحد من كلمة الإسلام فأطلقوا نر على رأسي واقتلوه وهو القرآن وسأمنحك القرصة حتى الساعة العاشرة حتى الساعة العاشرة لتأتي لي بتلك الآية وتبينها لي وسأمر القرآن لك لتفعل ذلك شكرا يا سيد ديادات سؤالي حول طولك إن عيسى المسيح مات من أجل خطايانا التي وقعت منذ نحو ألفين عام مضت والبشرية موجودة منذ آلاف السنين والخطايا لا تتناقص بل أنها تتذايد فلماذا انظر لأمريكا الشمالية وانظر إلى أمريكا الجنوبية وانظر لأسيا وانظر لأفريقيا وانظر للخطايا وانتشارها وكذا الخمور والمخطرات وحوادث الاقتصاب وتذايد الحشرات والآثات فهل سيأتينا عيسى آخر ويموت من أجل خطايانا وشكرا ها هي إجابتي حينما يفسر لنا الإنجيل المعركة بين الله والشيطان وبين الخير والشر ويشرح لنا الإنجيل أن الله لديه خطة للخلاص والتطهير لكن هذا الصراع صعب حتى على الله لأن البشرية قد أدارت ظهرها لله زمنا بعد زمن وعهدا بعد عهد والآن ماذا فعل عيسى كنما مات على الصليل لقد منحنا جميعا على مدى كل الأجياء إن كانية أن نسلق العفو ما دمنا نتوف لكن النصر الحقيقي على الشر وعلى الشيطان لم يأتي بعد ويخبرنا الإنجيل وأنا لا أعرف ولا أدرك لماذا استغرق الأمر وقتا طويلة لكن الإنجيل يقول إن الشر قوة ذات كيان هائل إن هذه القوى الشريرة أقوى أو تكتسب قوتها بسبب أن البع بدأدار ظهره لله إننا نسنا بحاجة إلى عيسى آخر ليحمل عنا قطيئتنا ووزرنا إن اللحظة التي نتوب فيها يتوفر العفو المغفرة مباشرة في نفس اللحظة والإنجيل يقول إنه في ذلك الوقت سيأتي عيسى ممجدا مع وعد أن لا يموت ثانية وأن يظهر قوته وساعتها وساعتها سيسود السلام وسيصفد الشيطان ويغل وستذهب الأرواح من على وجه الأرض وسيسود الرب هذه هي الإجابة من الإنجيل وأتمنى أن نستطيع جميعا أن نسير في هذا الدرب نتمنى ذلك أتمنى ذلك شكرا والسؤال التالي لسيد دي دات بداية بداية يجب التفق مع القصص ستالي شوبر إنما سمعناه الليلة الماضية قد أخرنا كمسيحيين وأضغال السيد أحمد دي دات ليلة أمس إن كتابي المقدس هو هو أخر كتاب من ظهر وكتب في العالم لماذا نتحدث عن أي جحيم نتكلم إنني آسف لإستخدام مثل هذه الكلمات في كنيسة إنني متزوجة من دكتور مصري مسلم ولدي طفلين مسلمين وكذا والد ووالدة زوجي من أرواع ما رأيت من المسلمين لكنهم مختلفين عنك تماما لغزار مكة ويتبعون القرآن في كل أمورهم لكنني احترمهم لأنهم يعترمون عقيدتي أي ديانتي وسؤالي هو أي حرفة كان يشتغل بها النبي محمد وكم كان عمره عندما شكرا سيدتي ونرجو الهدوء والسؤال الآن السيد دي دات من فضلكم ويحترم المعاد المحجر حتى يتسنى لنا تلقي أكبر عدد ممكن من الأسئلة وكذا من الأجوبة لذا رجع الانتزام عن هدوء الصمت أختي العزيزة أختي العزيزة لم أستطع أن أتقت كل شيء قلتي لكنك ذكرت بعض المزاعم على أنني قد قلتها ومنها أن الإنجيل هو أفضل كتاب على وجه الأرض تم تأليفه أو كتابته والحقيقة إنك لا تتذكرين بالضبط ما قلته لكنني سأتبرك بما قلت فأنا وبإمكانك أن تؤمني عليه أو تمكريه لقد قلت على سان جورج بيرنرد شو نعم قلت إن جورج بيرنرد شو يقول إن هذا هو أخطر كتاب على وجه الأرض ولذا احفظوه في خزاناتكم لقد قلت إن جورج بيرنرد شو هو الذي قال ذلك وهناك تسجيلات بالفيديو لهذا الكلام وتستطيعين أن تتوثقي منها وآمل وأدعو الله أن آتي ثانية إلى البلاد الإسكندنافية وإلى ستوكهول لعلك تكوني وجدت ما قلته وأعلمت أن هذه كلمات جورج بيرنرد شو وكذلك ما أقر جاء في الحقيقة الواضحة لأنني ذكرت أيضا بالأمس ولكن تعرفي ما أي مراقب المتدس يشير عليه بالمنع لتدنيه والآن وبدفع الاحترام لإخوتي وأخواتي وبناتي وأطفالي أحجموا بل أخجلوا من أن أقرأ عليكم مختطفاتي من الإنجيل لقد طلبت من القصة جيمي سواجر نعم لقد تحديته أن أعطيه مئة دولار إذا قرأ لي جزءا من الإنجيل بعينه وقد فتحت سفر حسقيال من الإنجيل على النصحة الثالث والعشر وأعطيت إيايك يقرأه وبالمناسبة فهذا الشريط متاح هنا في شكل شريط فيديو بعنوان مناظرة مع سواجر ولو لاحظتم ما تم في الشريط لوجدتم أنه أخذ من الإنجيل وألقى بنظرة سريعة على سفر حسقيال الإصحاح الثالث والعشرين ثم وضع هذا الإنجيل جانبا أو أسفل المنصة وأخذ الإنجيل الخاص بي وببقى يقرأ ويومها فقدت مئة دولار أمريكي فهل تعلمون لماذا؟ هل تعلمون؟ لقد فقدت المئة دولار لصالة الإنجيل سواجر لقراءة النص لكن كما ترون لقد عمل خدع لعبها على الجمهوري أو الحضور ولم أشع أن أحرجه فقلت لقد فعلت وبواجه التعلوم الابتسام أخرجت الورقة النقدية وأعطيت إياه نعم هذا حدث مع جيني سواجر وهو مسجر على شريط فيديو فماذا فعل إذن بطبع؟ لو رأيتم ما أعطيته له لأعلمتم أن النص ولكن بلغة إنجليزية حديثة وبالصباح حيث نسمي فيها الأشياء ومسمياتها الحقيقية والمباشرة لكنه ألقى بنظرة سريعة على ذلك النص المكتوب له وهو يعلم أنه ليس بوسعي أن يقرأها كذلك فحتى هو رغم كل ما اكتشف عنه فيما بعد لم يجرع على أن يقرأ ما أعطيته له من الإنجيل لكنه أخذ النسجة المعتمدة من نسجة المالجينز وبدأ يقرأه بسرعة 16 ميلا في الساعة حتى أن بعض الدارسين العرب قالوا لي في اليوم التالي قالوا لي يا عمنا ماذا حدث إننا لا نعرف كل ما نعرف أنك تحديت وأنه قام بعمل شيء ما ومن ثم أعطيته أنت 100 دولار فلماذا فقلت لهم كما ترون هذا الرجل قام بعدة أشياء استحق عليه المعدلة فأولا هو لم يقرأ ما أعطيته إياه ليقرأ ثانيا إنه كان يقرأ بسرعة 16 ميلا في الساعة ومن ثم فالمواطن العربي العادي لا يستطيع أن يتبين ما يقرأه ثم إنه كان يقرأه ويخرج أو ينطق بالإنجليزية بطريقة وبسرعة لا تسمح لأي أحد أن يتقط معنا بالرغم من الكلام الإباحية أو الإباحية بالنسبة للرجل الأمريكي لا يمكن أن يعتبرها إباحية لأنهم معتادون عليها ليلة نهار نعم معتادون عليها ليلة نهار رجل أمريكي ولمدة 24 ساعة في اليوم وأنتم ترون ذلك على شاشة التلفزيون حيا على الهوام ثم فاذية جميع الأشياء التي فعلها واستحق عليها المبلغ وأنا لا أعرف إذا كنتم تريدونني أن أقراها شخصيا عليكم في سفر حسقيال الصحة السادس عشر قرون عن المصريين حيث يتحدث عن الأزواج المصريين وصفوهم بذوي اللحم العظيم أو غلاض اللحم وكذلك الأشوريين غلاض اللحم الذين لم يستطيعوا أن يشبعوها أقصد يشبع هذه اليهودية الدائرة أو الزانية وهكذا بإمكاني أن أقر عليكم الصحة السادس عشر لكن لو جرأ القسس الثاني على قراتي لكان هذا تفردا منه شكرا السؤال التالي سيكون لسيد سالي شوبرج فرجاء السكون وشكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجل بسم الله الرحيم السيد سالي شوبرج إنني أشعر حقا ببعض من خيبة الأمل فيكم بصفتكم رجل دين وراعي كنيسة وها أنت تقف هنا وتسخر منا نحن المسلمين والمهاجرين في هذا البلد ورغت تحدث الناس كم ساعدتنا وأشياء أخرى نحو ذلك وفي نفس الوقت أنا أؤمن بأنك تنافق في حديثك وأظنني وأظنني أنك استخدمت أيضا لفظة بنفسك حسنا أنا لست معتادا على الحديث على الملأ أو على الملأ ومسا ما تجد تخلبي أخو خلال ولكن كما ترى فأنت تحاول أن تلتفعون قلوب الناس من خلال قولك أنك مسلمين نكرى اليهود ثم تشير إلى مساواتك لنا مع النازيين ونسيت أننا نعيش في بلد يتصعد فيه الآن وحدة المسرية بشدة والآن اسمح لي أنا سألك سؤالا واحدا بسيطا هل أخبرك إله كعيسة أن تتحدث وتتعامل مع الناس بهذه الطريقة وبهذا الشكل أود أن أجيبك إذا دعتني إلى لقاء تريد أن تتحدى فيه إيماني وحينما أتيت وكان علي أن أدفع تكلفة ذلك كي آتي إلى هنا بمعنى أنني أشارك في المصروفات ثم أتيت لك ويكون إسهامك لي أن تعطيني سما كي تقتلني حينئذ يكون لزاما علي أن أخبرك أن لي تصرفا مسيحيا أفضل حينما ألقى المسلمين فأعطيهم خبزا كي يأكلوه نحن نزرع الأشجار ونحفر الآبار ونعطيهم الماء كي يشربوه وهذا سلوك آخر تماما فلماذا إذن استخدمت أنا هذه الكلمات أو العبارات حسنا ذلك السبب أن عيسى إلهي قد أهين ومهما أتيت بالإجابة تلو الأخرى أقول لقد رأيت شرائط الفيديو وتعرفت على الكتب وآتي زعماء مسيحيون بإجابتهم للسيد ذات لكنه استمر في إثارة نفس الأسئلة واضع الأصابع في أذني غير راغل في سماعي أي إجابة حينئذ كان علي أن أذكر نفسي من خلال هذه المواقف بما سمعته من الناس الذين أعذبوا في السجن حيث استمر الضابط أو القائد في سؤالهم أسئلة معينة مع عدم استعداده أو حاجته لأي إجابة فغايته فقط أن يقتل إنني باختصار أود أن أقول إنه لابد أنكم لديكم تصور قدر للغاية حينما تنظرون إلى الإنجيل على أنه كتاب إباحي فحينما تحدث الإنجيل عن نقمة الرب على الأمم أعتقد أن بناتي سأشعرنا بالوعيد وأشعرنا بالتقيق إذا ما سمعنا أن المسلمة كما جاء في القرآن بوصعي أن يتخذ أمة ويجعلها دائرة وهو يعلم جيدا أن الله سيغفر سيغفر له والله لن يغفر إلا حينما إلا حينما يتوب السؤال التالي للسيد أحمد دادات وأود أن أذكركم بأن الكلمة تعطى مرة واحدة لكل شخص وآسف لتذكيركم مرة أخرى بالوقت المحدد لدينا وعلينا احترام ذلك شخص واحد يتحدث في المرة الواحدة وشكرا سيدي دادات أن فقط قلت لتوق أن هناك اختلاف في الأعداد ويقول عيسى أنا والآب واحد وهذا هو الشيء يريد أن أقوله واليوم قلت أنك تحترم عيسى وأنك تحبه وتريد أن تأثى ما قال عيسى فدعني أقول لك واليومين قسم الفقرة التي ورد في الإجيلي وحنة حيث قال عيسى لا أحد وسعه أن يصل إلى الآب إلا من خلاله وهذه هي الفقرة إن كنت تريد أن تعرف سأكرر عليكم ما فهمته وهو يتعلق بألوهية السيد المسيح عيسى كرب لقد سأبت القص أن يأتي لي بمنطوق غير قابل للنقد وغير مبهم قاله عيسى وجاء على لسانه إنني رب وعبدوني ولكن حمد لله لم يفلح في ذلك لكن السيدة بمنتهى المزاهة والصدق ثلق بسؤال تقول فيه إن عيسى قال أنا والآب واحد وهذا هو التقرير الأول ومن ثم فهي تقول ضمنا إنه إذا كان هو والله واحد فهذا معناه أنه رب أو إله وهذا ما يبدو في ظاهر العبارة وأنا أقول للسيدة أو للقص إن هذا النص الذي أتت به موجود في إنجيل يحنة صاحب العشر فقرة الثلاثين حيث قال عيسى أنا والآب واحد نعم قال ذلك في الإنجيل لكنني أسأل في أي سياق قال هذا وصدقوني لقد سألت علماء اللابوت والقساوس ورجال الدين المبجرين وكذا رعاة الكنائس ما هو السياق الذي سيقت فيه هذه العبارة ما هو السياق الذي سيقت فيه بمعنى بماذا قصد وهي كل هذه العبارة وخلال الأربعين سنة الماضية لم ألقى أي مسيحي متقف استطاع أن يعطيني إجابة للمضمون دون أن يفتح الإنجيل يقرأ النص ومن ثم فلو رأيتم هذه العبارة في دون سياقها ومعنىها التي استخدمت فيه لعلنتم أن الأمر مخالف لما تعتقدون منها تعنيه أو لما تفكرون فيه فنحن يجب أن ننظر الفقرات في ضوء النص الذي وردت فيه ولا نكتفي بأن نقطعها من النص بمعزن عنه ولذا ففي النص كما نرى في إنجيل نقرأ من أول الفقرة الثالثة والعشرين حيث تقول وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان يعني في هيكل قدس ثم فاحتاط به اليهود وقالوا له إلى مدى تعلق أنفسنا إن كنت المسيح فقل لنا جاهرا أجابهم يسوع إني قلت لكم إذا كنت فقل لنا أجابهم يسوع إني قلت لكم وليستم تؤمنون ولستم تؤمنون الأعمال التي أنا أعمالها باسم أبي هي تشهد لي ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم خرافي تسمع الصوت وأنا أعرفها فتتبعني أنا أعطيها حياة أبدي ولا تهلك إلى الأبد ولا أخطفها أحد من يدي أبي الذي أعطان إياه وأعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي لاحظوا أيها السادة إنه قال بفقرة الثامنة والشين لا يخطفها أحد من يدي ثم عاد بالتسابع وأتى بنفس الفقرة أو الآية بعد أن أضاف ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي ثم انتهي إلى الفقرة الثلاثين حيث قال أنا والأب واحد هذا هو النص بمضمونه ومعنى آخر إذا قلنا إن شخصا ما ظل على العقيدة وقبل بها ورأى الله أيضا أن هذا الشخص ظل على العقيدة وأنا كأستاذ أو كمعلم الله أرى أيضا أن هذا الشخص ظل على العقيدة إذن جميعنا مشتركونا في شيء واحد وأن هذا الشخص ظل على العقيدة أو حافظ عليه فالكلام هنا ليس عن وحدانياتي أو معلومياتي أو عن كذا وكذا ولكنه أي عيسى يتحدث فقط عن وحدة الهدف والغرب القياسا على مثالنا إن المؤمن ظل على العقيدة ولكن اليهود كانوا يبحثون على المشكلات وأنت أخيرما تبحث عن المشاكل تجدوها في الزوايا فلست في حاجة لأن تذهب بعيدا وهذا ما نقرأه هذا ما نقرأه في فقرة الوحدة والثلاثين استكمالا للنص وفيها فتناول اليهود أيضا حجرة ليرجموه أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنا رأيتكم من أندي أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني أجابوه لسنا نرجمك لأجل عمل حسنا لأجل تجديد فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها إذن فهذه تهمة وهي أنك لا تدعي الألوهية والأجل هذا تستحق الموت وذلك وفقا لقانون اليهود فماذا قال عيسى انتبهوا يا أستاذ لو أن أحدكم سألني هل أنت مسلم فسأقول أنا مسلم ويجب علي أن أقول أنا مسلم ورغم عدم علمي بما تنوي أن تفعله من جراء هذا السؤال لكنك تسألني هل أنت مسلم فأقول أنا مسلم وإذا عدنا وعدنا إلى عيسى فسنجد أنه لو كان عيسى ربا نواجب علي أقول أنا رب وماذا بوسع يعني أقول غير ذلك لكنه لم يقول هذا بهذا الشكل لقد قال ما جاء في فقر الرابع والثلاثين أجابهم يسوع أليس مكتوبا في ناموسيكم أنا قلت إنكم آلهة وأن ناموسي هنا مخصوص بي التوراء كتب موسى الخمس الأولى ويا سفر التكوين خروج الأوليين لعدة الثنية واحظوا أن عيسى يتحدث معهم بشكل تهكومي نأتينا الفقر الخمسة والثلاثين إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله وباحثوا استخدام كلمة آلهة كلمة آلهة لوصف اليهود فهذه هي لغتهم وحتى في الإنجليزي نجد أمر مشابه لهذا الأمر حينما تطلقون كلمة سيدي على ضابط القص وعلى القاضي فأنت تقول لأحدهم سيدي مولاي فهل هو سيدك أو هل هو مولاي هل هو ربك لا بالطبع لا إنما هذه هي لغتكم وأنتم تستعملونها بهذا الشكل فأنت تقول يا مولاي لكنك لا تعني الرب هذه هي لغتكم وفي لغة جنوب إفريقيا علمت أن نفس الكلمة التي تشير للرب تستعمل بإشارة الرجال أو الرجل معنى جنتلمان وهذه الكلمة مكتوبة على دورات المياه مكتوب على دورات المياه هذا للنساء وهذا للرجال قبل ذلك ما كنت أعلم لكن قرأتها في الإنجيل ورأيت أن هذه الكلمة تعني الله فنظرت إلى النساء هذه للنساء ونظرت إلى دورة الأخرى هذا ها ها فهل هذا معناه دورة مياه للرب؟ بالطبع لا فهذا مما لا يجوز لكن هذه هي اللغة ومن ثم كان حديث عيسى إلى اليهود قائلا لهم انظروا في لغتنا يسمى الناس آلهة ولا خطأ في ذلك فلماذا تجدون حرجا وخطأا حينما أقول لكم أنا ابن الله وهو ما يعني استخدام لفظ أخف وأقل من قولكم من شخص إله أو رب فموسى يطلق عليه رب والشيطان يطلق عليه رب في الإنجيل واليهود يطلق عليهم آلهة أي أنتب أبناء الله بمعنى آخر هذه هي لغتنا على حد قول عيسى ونحن نتكلم بهذا الشكل فبدلا من أن نقول هذا شخص تقي نقول هذا إله نعم بدلا من قولنا تقي نقول إله أو رب هذه هي لغتنا على حد قول المسيح ثم أقول لهم لماذا إذن تجدون حرجا حينما يكون الأمر معي لماذا لا تسير الأمور معي على ما يرام هذا هو ما التزم به عيسى ولم يكن لدى عيسى أي فكرة مختلفة حينما قال أنا والآب واحد ومن ثم فالعبارة المذكرة لم يقصد بها أنه راب نأتي إلى كلمة عيسى الأخرى كيف يقول في إنجيل يحنى للصحر 14 فقرة السادسة قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي وكما ترون فأنا نقبل بهذا الكلام وحينما تقرون للصحر 14 وأيضا في الصحر 13 من جيل يحنى تجدون أن كل تعبير النطق بي إيسى أسيأ فهمه وكذا أساء فهمه الحواريون فهو مثلا يقول لهم إنني ذاهب وجاهز مكانا لكم في بيت أبي قائلا في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا وفي الفقرة الرابعة نقرأ وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق وفي الخامسة قال له يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نحضر أن نعرف الطريق لو نظرتم لرأيتم أنهم أسوفهم مع إيسى ويتحدث عن الأمور روحانية وهم يفكرون في الأماكن من ناحية الجغرافية كما لو كان سؤالهم ماذا ستوكهوم أوسلو كما ترون سؤفهم هو يتحدث عن الروحانيات وهم يتحدثون عن الجغرافية في الفقرة السالسة قال له يسوع أنا هو الطريق والحب والحياة ليس أحد يأتي إلى الآبي إلا بي لكن هذا كان صعبا عليهم نعم كان فقيرا عليهم أن يفهموه فقالوا ثنيتا يا فليبس انظر إن هذا الأمر صعب علينا إننا لا نعرف عما تتحدث إن حديثك يفوق أقلنا وفكرنا عموما أرن الله فقط فقال له فليبس يا سيد أرن الآب وكفاء فهذا سوف يرضينا ومن ثم أجبهم عيسى بالتسعى للصحر 14 قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مداته ولم تعرفني يا فليبس الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أن تأرن الآب لكنهما سأفهمه وكما ترون في العملية عبارة عن سلسلة مستمرة من سؤال فهم ومن ثم يخبرهم عيسى قائلا أنتم يا قليل الإيمان أنتم يا قليل الإيمان كم مرة تنقلت لكم ثم أشرح ويفسر كما أفعل أمامكم أنا الآن وكما لو كنتم تعلمون أطفالكم وهم غير قادرين على فهمكم ومن ثم تقول لهم ألسوا قادرين على أن تفهموا هل هذا جيل عاقيم ثم يتحدثوا لحوالي قائلا كيف أكون معكم كم كنتم من زمن معكم وإن أنا أقول لكم لو كان بين هؤلاء يهود رجل ياباني لارتكب جريمة الانتحار تالي لسيد السالي شوبرج والآن لم يعد لدينا وقت يكفي إلى لسؤالين قادمين لذا فرجاء التزام والاقتصاد والدقة قد نستطع وشكرا أعتقد أنك قد عملت على أنك كاذب من قبل المسلمين غير الطيبين وكذلك بواسطة بعض المسيحيين غير الطيبين نعم هذا خطأ وأنا أقول إن هذا خطأ لكن ماذا تقول عن معاملتك للشيخ أنه هتلر ولست أنت بأفضل منه يجب أن تعرف ذلك سأحاول أن أكون سريعا وأنا أقول إنك يجب أن تكون أفضل من ذلك لأنك راعي كنيسة عموما سؤالي هو أن كثير من المسلمين يقولون إنهم قابلوا عيسى نعم المسيح عيسى ومن ثم فأنا لا أعرف هل افتقيته أنت بنفسك من قبل وسؤالي ما دمت تقول إن عيسى رب وإن رب هو عيسى وإنهم نفسكيان أو متطابقان إذن متى يصبح بمسنة أن نقرأ في الإنجيل الأخير والعهد الأخير حيث نفترض أنه سيأتينا الإنجيل الأخير وسنقرأ فيه أن الناس قد قابلوا الرب هذا هو سؤالي كما ترى فالسؤالك يدور حول هل قابلت أنا عيسى وهل جربته كراب وهذا حقيقي لقد جربته فبينما أن أصلي أشعر ببركاته علي في نهاية هذا المؤتمر أن أوضح إن عيسى حينما قال ساخرا كلكم آلهة قال ذلك للجمهور قال ذلك للجمهور ولأولئك الذين لا يعرفون لغة إغريقية التي نازل بها الإنجيل وكلمة رب أو إله استخدمت لكن من يعرف التاريخ يعرف أن كلمة إله أصبح هناك شوء استغدام لها ولو رجعتم للقاموس وطلعتم على تاريخ هذه الكلمة لعرفتم أن عيسى يستخدم الكلمة هناك ما تنطقون أنتم بها فحتى ضباط البوليس يطلقون على أنفسهم أرباب أو آلهة في ذلك الوقت ومن ثم فحينما أتى عيسى كان عليها أن يحدث الناس لمستوى أرقى عن ألوهيته ولم يستطع ذلك لأن الكلمة تعرضت لسوء استغدام وأصبح هناك تضاخم لحالة الكلمة ومن ثم كان علي عيسى أن يقدم نفسه ويفسر ألوهيته بكلمات أخرى بكلمات أخرى لا يريد أحمد داد أن يقبل بها وفي شكل أفعال وصورة شخصية وسمح بعد ذلك للروح القدس أن يؤكد ويشهد بأن عيسى رب ويقول الروح القدس باركليتوس في الإنجيل إن جزءا من ثلوث الرب قد شهد أن المجد لعيسى وأن الله قد وضع كل شيء تحت قدميه والآن إذا قال الله عن ابنه إنني قد وضعت كل الأشياء التي تقول إلي كخالق لهذا العالم كل هذا وضعته تحت قدميك يقصد عيسى لأننا واحد في كل المتفرد بعد ذلك يقول الإنجيل بمنتهى الوضوح إن عيسى رب والآن هناك اختبار أخير بوسعكم أن تجربوه وهذا الاختبار هو هل القرآن والإسلام يقربكما من قلب الله هل الإسلام يخلق السلام بين الناس لماذا لم تجربوا عيسى وتسأل عيسى أن يظهر لكم ما يريد أن يفعله من أجلكم وستفهمون أن لديه الإجابة وهي أنه رب إنه رب أشهر لأخير أيها السادة والسيدات سيوجه للسيد أحمد دادات وبعدها سنختتم هذه الجلسة تأكيدل س encounters لهما تقدم لماذاك حال في المسلم في السفل تبدو أن هناك لا يأخش بالساعدة ماذا تقدم الأن wears من فضلكم يجب أن يكون السؤال باللغة الإنجليزية نأسف أيها السادة والسيدات ونرجو الهدوء ونرجو احترام المكان فهذا هو السؤال الأخير وشكرا وشكرا أذب ستساءر إسماءك إذا أرق Efforts قضي أريدكم ب bro اخوة عدم لك شكرا أرقال إسماءك أصدا 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 окoubl ترجمة نانسي قنقر نحن نتجمع لأسرق المطاف لن يكون هناك حيث في هذه المساعدة هل يمكننا أن نكون لدينا وقوم بتعديل هذه المساعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سوف نعرف سوف نعرف سوف نعرف علينا أن نتعلم أنه ليس مدير لتعرفة نحن أن نتعرف نحن سوف نتعرف لكننا لا يمكننا المنفق مديرها بأنه ليس باللون إلى المنفق من فضلكم السؤال التالي سيكون للسيد دادات على كل فرد أن ينتبه إذا سمحتم فلم يتبقى لدينا سوى دقائق قليلة ومثمى فأنا أناشدكم أيها الإخوة والأخوات وأرجوكم إلتزام الهدوء في الدقائق القليلة القادمة وشكرا سأرى شكرا سيدنا سيدنا شكرا سيدنا سيدنا ومن المسجدين نعم 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 أسفة لأن اللغة الإنجليزية ليست جيدة لكنني آمل أن تفهمني لقد قلت عفوا أن ربنا يذهب إلى دورة المياه ويأكل وينام ويفعل كذا وكذا حسنا ماذا عن ربك؟ ماذا تعرف عنه؟ أنت إنني لا أبدأ معرفة أي شيء عن الرب وقد يكون من الفعلين لهذه الأمور فماذا عن ربك أنت؟ هل يقوم بهذا؟ أولا هل تعرف كيف؟ وهل سبق لك أن ذرت السماء من قبل؟ لقد قلت حدثني عن ذلك لقد قلت إن رب المسيحي يذهب إلى دورات المياه حسنا ماذا إذن عن الرب الذي يقع في خطأ؟ هل يرتكب الله أخطاء أولا؟ لأن الشيعة يقولون أن النبوة يجب أن تكون لعليه وأهل السنة قالوا أن النبي هو محمد إذن فالله يخطئ أيضا أيها الأخوات إذا كنتن فهمتن فأنا لم أفهم شيئا لم أفهم شيئا هناك تتحدثي كما أفهم شيئا فالأخوات أولا يقولون أن الله يفعله أفضل؟ الإجابة لا الله لا يفعله الله لا يفعله الله لا يفعله الله لا يفعله أليخوة والأخوات السادة والسيدات كلا المتحدثين عرض حجته عليكم والقرار الآن خاص بكم لتقرروا أين تكون الحقيقة الأخوة والأخوات أنتم الحكم وهذا أمر بينكم وبين خالقكم هناك شرائط فيديو لهذا اللقاء ولذلك اللقاء الذي عقل ليلة أمس وستجدونها متوفرة وهناك محل بالخارج حيث وجد صندوق بريد فإذا رغبتم في طالب شريط معين فبرجاء ترك اسمكم وعنوانكم وسيتم الاتصال بكم شكرا أيها الإخوة والأخوات السيدات والسادة لحضوركم هنا ولنساهمتكم في جعل هذا اللقاء ناجحا والسلام عليكم تاقصر ميكي وعطر باواني والحمد لله رب العالمين شكرا أيها الإخوة والسلام عليكم شكرا أيها الإخوة والسلام عليكم